نادي الأهلي يمكن خلاص الأربع فرق تم تحديدهم اللي هيصعدوا الدور النهائي الأهل الزمالك تلاقي الجيش وسبورتينج الأربع فرق دور هيروحوا بعد كده على الدور النهائي هلعبوا رايح جاي يعني هلعبوا كل فريق هلعب ست مباريات النص نقطة يمكن أنتم مش شايفينها كتير أو ما تفريش ولكن في تعادل في حالة تعادل الفريقين في عدد مباريات في الدور اللي بعد كده النص نقطة بتفريق والحقيقة يمكن النادي الأهلي النهاردة عنده مجموعة من الغيابات عنده عمر كستيلو عنده عبد الرحمن فيصل وعمر سامي الغيابات دي الحقيقة إن شاء الله الفريق يقدر يعود هذه الغيابات بسكواد قوي النهاردة كابتن طري محروس هيحاول يعمل روتيشن بين اللعيبة وأكيد في الاستوديو التحليلي هنقول لحضراتكم كل التفاصيل عن المباراة ويكون معنا مرسلنا أكيد أو مرسلنا من أرض الملعب هنقول لحضراتكم كل الكواليس واستعدادات الفرقة وإن شاء الله نجيب لحضراتكم دائما أبدا زي ما عودناكم كل ما هو جديد خلينا نروح برضو إن شاء الله عندنا مباراة كرة القدم بكرة الأهلي وسانداونز الساعة التاسعة تمام الساعة التاسعة في استاد القاهرة كل التوفيق للنادي الأهلي يمكن النهاردة وبكرة عندنا أحداث كتيرة يمكن النهاردة زي ما قلت لحضراتكم مباراة كرة اليد بكرة إن شاء الله مباراة كرة القدم أحداث مهمة داخل النادي الأهلي نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكم نظام الدور العام السنادي للمحترفين لكواة اليد كان في البداية 18 فريق تم صعود منهم 6 فرق لعبه من دول واحدة 18 فريق الحقيقة بعد كده تم تصعيد أول 6 وبعد كده لعبه الست رايح جاي وبعد كده تم تصعيد أربع يلعبه النهايات الأربع يلعبه رايح جاي يعني أصدق لكم الموسم كان طويل جدا النادي الأهلي بيعتمد في فكره على الناشئين وبناء فريق جديد استطاع النادي الأهلي أن يحصد مع بناء هذا الفريق بطلطين بطلط أبطال الكؤوس وبطلط كأس مصر العام الماضي يعني بيبقى الموضوع صعب وانت بتبني فريق ان انت تحصد البطلات ولكن ده حصل المعادلة الصعبة دي حصلت مع النادي الأهلي وزي ما حدقكم شايفين تدريب النادي الأهلي منذ قليل على ستادي التيتش طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا دي آخر مباراة أو آخر تدريب قبل مباراة بكرة لأهلي وصندونز إن شاء الله لبارك للفريق بكرة وكما عودونا هيفرحونا إن شاء الله الرجال دي المباراة منذ قليل انتهت زي ما حدقكم شايفين التركيز بين على الفريق الأمور يعني إن شاء الله ماشي بشكل جيد مؤتمر صحفي بيجري الآن حول المباراة ونحاول نجيب لحضراتكم بعد قليل ونحاول نجيب لحضراتكم من المؤتمر الصحفي لمستر مسماني ما هو جديد كلامه عن المباراة خاصة أن طبعا المباراة بكرة مباراة اعتبر يعني على قمة المجموعة أو أكوى فريقين في المجموعة نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي زي ما حدقكم شايفين كان الاستعدادات الجو النهاردة كان شاكل ما جيد بالزبط ده زي ما حدقكم شايفين دي طبعا صنايات وسلسيات ومنذ قليل اللقطات دي يعني مش من بعيد فإن شاء الله كل التوفيق كل التركيز اللعيبة مركزة إن شاء الله بكرة يتعد المباراة بسلام ونفوز وناخد التلات نقاط هتفرق معنا جدا في مشوار دوري المجموعات بطولة أفريقيا زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين الفريق ده هو يعني وصل من الخبرة الحمد لله أنه يقدر يتعامل مع المباراة دي بشكل جيد يعني يمكن النادي الأهلي راجع من بطولة العالم شايفين الحوارات يعني مع أفشة طبعا نجم الفريق كابت المسلمان يوقف يعني يتحدث معه ويتكلمه مع بعض يعني اللي عايز أقوله أن الفريق ده أصبح عنده من الخبرات اللي يقدر يتعامل مع المباراة المهمة بهذا الشكل وخلي بالحضراتكم أنه يعني الفرقة دي برضو راجع من بطولة العالم برونزية العالم أكيد طبعا كان فيه غيابات الغيابات رجعت بشكل كبير فالفريق بقى أفضل فنيا من يعني ما كان عليه في بطولة العالم ولكن يبقى التوفيق عارفين حضراتكم مباراة دي بتخلص يعني بنص هجمة زي ما بيقول فيبقى التوفيق للنادي الأهلي بكرة وبعد قليل زي ما قلنا لحضراتكم هيكون فيه المؤتمر الصحفي اللي هيشارك فيه مستر مسماني اللي بيبقى طبعا بيسبق أي مباراة هنقول لحضراتكم وهنزع لكم أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع بقى للحدث النهاردة والحدث اللي عندنا النهاردة واللي احنا بنغطيه وهو مباراة كرة اليد قمة كرة اليد الأهلي الزمالك إن شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم مباراة ستقام على مجمع الدكتور حسن المصطفى في تمام الساعة السادسة إن شاء الله ننعنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وبنحاول إن شاء الله مع مرسلنا نجيب لكم كل يعني ما هو جديد والاستعدادات والإصابات وآخر لقطة والتشكيل لكل الفرقين ولكن خليط على الفاصل عشان استقبل ضيوفي ضيوف الستوديو التحليلي الكابتن يحيا يوسف والكابتن محمد عبدالله لنتناول المباراة من كل جوانبها فنيا وتحلييا ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم الجديد منفكر حضراتكم مباراة القمة في كرة اليد الأهلي والزمالك على مجمع الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة السادسة بإذن الله إن شاء الله ننعنا لحضراتكم على الهواء مباشرة في البداية برحب طبعا بضيوفي منورين في استوديو برحب بكابتن محمد عبدالله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على مبيك كابتن محمد منور قابتن نادي الأهلي برحب بكابتن يحيا يوسف المدير الفني الفريق كرة اليد سيدات بنادي الأهلي ونجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر على مبيك كابتن يحيا كابتن يحيا النهاردة المباراة تحمل الكثير من المعاني لكل الفريقين نادي الأهلي النهاردة في حالة فوزه يتصدر المشهد ويسعد بفارق نص نقطة يمكن الفوز هو مدخلنا الوحيد. كلمنا عن المباراة. شايف حزوزنا. حزوز كل فريق. كلمنا عن المباراة بشكل عام. هو طبعا الحمد لله. أول حاجة أن الفرقيتين أصلا هم ضمنوا من الأربع الأوائل. هم لعبوا دولتين مجمعتين. بس يتفرق النهاردة أن الزمالك متقدم على نادي أهل بنقطتين ب37 نقطة. الأهلي 35 نقطة. في حالة فوز الأهل إن شاء الله يبقى هو في الصدارة ويخش الدارة المجمعة بفرق نص نقطة على الزمالك. يبقى هو داخل بنقطتين. مفهوض أن الزمالك يخش بالتعادل المخدمناها شكرا. لا الزمالك في حالة التعادل أو المكسب هو اللي يكون متصدر بنص نقطة في الدارة المجمعة الأولى طبعا. طبعا أنت عارفين أن مرشي قال والزمالك طبعا ما هو مقهيس في الأعب كتير. مش في الهندبول بس. بس مفهوض أن كل فريق بيجهز نفسه أنه يخش طبعا النص نقطة اللي هو يخش بيها زيادة. على فكرة تالي حتة نفسية كل فريق عايز يكسر حتة نفسية بالنسبة للفريق اللي قدام بحيث أنه هو داخل على دارة المجمعة الأولى يبقى فرق نص نقطة عشان في حالة ممكن يكون كل في دارة المجمعة الأولى ده كسبان مرشات وده كسبان مرشات في حالة التعادل برضو تتستمر النص نقطة موجودة. طبعا الزمالك كان عنده مطش مهم مع سبورتين وكسب. فرق ديها كابتن كسب سبورتين فرق ديها للزمالك. طريق ما عرفش أربع. برايب يعني. مطش كان ماشي كلوس جيم يعني. هو كان ماشي بصراحة أربعة خمسة طول المطش. الأهلي هو اللي كان متسايد. كان في صلت الزمالك. الأهلي مبارح كان عنده مطش مع طلع الجيش. وكان متسايد المطش بفلق كتير لدرجة أصلا النشروط الأولى طالع فرق 11 جون وكلا طبعا دي حتة نفسية لدرجة العيبة النهية تكون كسبانة بيسكون مستريح بحس أن هم لعبوا النهاردة بطريقة نفسنا مبارح 36 و 25. فرق 11. هو فدر مستمر بشترة أوليك فرق 11 وفدر لغاد أخر المطش فرق 11 إن شاء الله. طيب كابتن محمد أجل حضرتك شايف المباراة النهاردة أهميتها إزاي في ظل الغيابات اللي موجودة في نادي الأهلي عمر كستلو عبد الرحمن فيصل وعمر سامي وأيضا في نادي الزمالك هناك إجابات حسن أداح خالد وليد وبكار ما لعبش مباراة مبارح ما نعرفش النهاردة هي لعب لها بس أكيد مرسليننا من قد الملعب قلونا شافر مباراة النهاردة حسوص كل فريق يا كابتن والله هو مشاطة الأهلي والزمالك كابتن هيسم بالذات يعني ما بتوقفش على لعب واحد ويبقى فيها جهزية لأكتر من لعيب وفي لعيبة يعني ممكن مستوى بيختلف في المشاطة اللي زي دي زي اللعيبة اللي هو السعادين في النادي الأهلي اللي ماشيين الفترة الأخيرة بمستوى كويس يعني يؤهلهم أنهم ياخدوا فرص بوقت أكبر في المباراة النحية الثانية عندنا طبعا حسن وليد خالد وليد وحسن أداح خالد بقى له فترة بعيد عن الملعب عشان كان عنده إصابة بالكتف نفس الكلام حسن وليد فطبعا هم يعتبروا برضو مؤثرين في فرق الزمالك خاصة الدفاعينا كابتل بالزبط هم بعتمدوا على الدفاع لسلام لكل اللعيبة عندنا برضو نفس الكلام برضو بالنسبة للأهلي عندنا كاستيلو برضو مؤثر لأنه بيرعب في الجناح بقاله فترة طويلة اللي اعتماد عليه وبتفرق كثير طبعا لما بيكون الجناحين عندك في الانطلاقات حتى كمان في فاصل بريك والحاجات دي ان انت تعتمد على اللعيبة اللي هي السريح فده يمكن ان شاء الله برضو يمكن يعود حاجة تانية للفرق ان شاء الله ويبقى النتيجة النهاردة أحسن ان شاء الله ويبقى فوز للأهل بإذن الله ان شاء الله يعني خلينا برضو يعني نروح مع السادة المشاهدين ونبدأ نستعرض الأجهزة الفنية لكل الفرقين واللعيبة بحيث ان احنا ان شاء الله نكون محطين كل السادة المشاهدين في المباراة بشكل يعني فني أكتر كابتن يحيى أستاذنا لحضراتك لو تستعرض الجهاز الفني لرجال يد الأهلي تفضل كافلها طبعا بداية الجهاز على رأسه طبعا كابتن ياسر رمل هو رئيس الجهاز كابتن طارق محروس هو مدير فني كابتن أشرف عواض وكابتن شهر عبدالوهاب مدربين مع كابتن طارق كابتن هني الناجد طبعا مدير إداري كابتن محمد وزيد هو إداري إداري الفريق دكتور محمد أبريم طبيب الفريق الأخصائي مع مصطفى نجيب دكتور للعلاج الطبيعي الدكتور طبعا أحمد القط ده محادر أداء بتاع الفريق أحمد محمود ده مخطط أحمال محمد شهر ده المضلق بتاع الفريق إذن ده كانت يعني قائمة الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كابتن محمد أجل حذرك لو نستعرض كمان قائمة رجال يد الأهلي اللي إن شاء الله برضو هنجيب يعني لصت أبدت لها وآخر تحديث لو فيه من أرض الملعب اتفضل لكابتن محمد عندنا كابتن حسام جريب رئيس الجهاز لا قائمة رجال يد الأهلي قائمة رجال يد الأهلي المفروض عندنا عبد الرحمن حمايد رقم واحد أحمد راضي رقم أربعة محسن رمضان رقم خمسة مصطفى خليل رقم سبعة إسلام حسن رقم تسعة سيف هاني فوكس رقم تلتاشر عبد الرحمن طه رقم ستاشر إبراهيم المصر أربعة وعشرين محمود نعمان ستة وعشرين مهاب سعيد تمانية واربعين محمد لاشين خمسة وخمسين ياسر سيف اتنين وسبعين أحمد هشام سيسة تسعة وسبعين أحمد عادل تمانين أسامة جزيري اتنين وتسعين وعمر حجاج رقم تسعين إذن دي كان قائمة ألادي الأهلي وزي ما حضركم شايفين يمكن عشان أوضح لحضراتكم أكتر هناك أربع لعبين مصعدين من قطاع الناشئين بيشارقوا مع الفريق عندنا سيف هاني فوكس عندنا مهاب سعيد محمد ناشين ياسر سيف واللي كان كابتن محمد منذ قليل بيقول إن اللعيبة دي شاركت مع الفريق بشكل جادل فترة اللي فاتت ويتمنى لهم التوفيق كابتن يمكن اعتماد الفريق أو اعتماد كابتن طارق على سد الغيابات فالأربعة دول الحقيقة النهاردة تتوقع لهم إيه كابتن في أول مشاركة بيهم هم بقال لهم فترة طبعا بيلعبه زي ما قلت حرك كابتن وطبعا في ناس ليهم خبرات برضو عن طريق منتخب الشباب اللي شارك في كاسر عالم اللي فات وقدروا إنهم يثبتوا إنهم فعلا يقدروا يلعبه في الدرجة الأولى عندنا عبد الرحمن حماية من اللعيبة الحراس الكويسين السبتين جدا وخد فرصة الفترة اللي فاتت خصوصا بعد احتراف محمد أسام فبدأ ياخد فترة طويلة في المشاركات هو عبد الرحمن طه بوقته أكبر فطبعا ده هينعكس تماما على الأداء بتاعهم والنتائج بتاعت الفرق عماتهم في الجولات اللي فاتت حتى كمان كانوا هما الاتنين يعني بيشاركوا في أوقات كتير في المباراة طب كابتن يحي يمكن يعني الخبراء أو خبراء كورة اليد بيقولوا دايما مباراة الأهل والزمالك الجيل الحالي الشباب قصاد الخبرات يمكن النادي الزمالك عنده خبرات عنده طبعا يحيى الدرق وعنده لحمر خبرات كبيرة في الملاعب يمكن بيعتمد يمكن الفريق دلوقتي أكتر بشكل أكتر بيعتمد عليه حيات درق حد أنه مولا الفاتت مسجل وعمل نصف الاسكور تقريبا أكتر من نصف الاسكور شايف النهاردة المعدة دي ممكن تمشي إزاي الشباب والخبرات القليلة شوية ولكن في رانر في العيبة بتجري ونحة تاني خبرات شايف المعدة دي ممكن تتحسب النهاردة إزاي تتحسب بالروح طبعا دي أبو الحاجة اللعيبة أصلا يكون بالجهز الفني وكله عندهم روح عندهم إصرار إنه هو ده المارش ده مهم وكلا كلا أصعدين أصلا ضرموا كل حاجة بس تفرق معنا من نصف نقطة نحن نقدر نخش بيها فطبعا هو العمل النفسي لكابتن طاري هو مدي للعيبة من بعد مارش الجيش مبارح العمل النفسي مهم جدا أنه أنا حضرهم لمارش النهاردة ده مارش النهاردة أصلا ده ديربي بأهل وزمارك طبعا وهما قل بين اللعباء في مصر في مصر طبعا فطبعا في خبرات طبعا في نادي الزمارك طبعا إذا كان الدرع أو الرحمر طبعا في بكار طبعا في كريم هنداوي كذا لعيب عندهم الخبرة طبعا فحتى المارش اللي فات المارش اللي فات إحنا كنا بلغة اللعبة وكلا إحنا كنا رجبين الجيم معظم المارش بحاجة كلها وكان لقدر نكسب المارش اللي فات بس طبعا حصلت ظروف معينة هي اللي ممكن صابة فيصل اللي هي حصلت في المارش أصرت على المكان أصرت معين طبعا يحى الدرع لعيب مميز جدا ومنتخم مصر وطبعا دي آخر موسم لي المعنى للزمارك إنه هو هيحترف بره طبعا اللحمر ما فيش غبار عليه إنه هو قائد جوه الملعب ولعيب يقدر عنده حلول هو ده المشكلة إنه عندنا اتنين فنالي الزمارك هم محور الأداء أعتقد لازم يكون كابتن طري يكون يلعب على الاتنين دولتس كان أحمد اللحمر هو عنده حلول فردية وبيقدر يمشي رتم الملعب أو رتم اللعب بطريقة هو هو كمان والدرع وكمان سيف الدرع الزغير طبعا هو نضم النهاردة إسلامي للزماني طبعا هو أعتقد ده هو ده دي آخر مباراة كان ممكن يلعب لو بكار موجود بكار هو في الوينجليفت عندنا مثلا سيف الدرع عندنا يحيى الدرع في السنترهوف أو العكس مثلا يحيى الدرع في سنترهوف طبعا اللحمر طبعا أكرم يسري أكرم يسري بقاله كان ماتش فيه وهو الأكتر واحد بيجيب سكور هو والله أحمر في الناحية الرأي دي فلازم يبقى عاملين حسابها طبعا الزمانيك استني إن برضو بقاله فترة من ساعة تخيل موليد ما الصاب بيعتمد على ولد الشباب بصراحة هاي البصراحة وده منتخب الشباب باسمه محمد طاري بس كان في الحتة الدفعية بدفع في التلاتات أو في الناحية الهجومية بيريح وسام شوية إنه بنعب سنترفرد وأعتقد إن الولد ده ممكن يعني في خلال شهور ينضم المتخب الأول كمان طب كابتن ممكن نسترد مع بعض الجهاز الفني لرجال يد الزمالك عشان طبعا نلقي الضوء على فريق نادي الزمالك بحيث إن المشاهد يبقى متابع معنا كل حاجة تفضل طبعا كابتن حسام غريب رئيس الجهاز الأسباني أولفر روي ده المدير الفني حمد الروبي مدرب عام كابتن حمال عبد الباري طبعا مدير الإدارة الدكتور عمر علي ده رئيس الجهاز الطبي الدكتور عمر أحمد جمال ده أخي صاريك طبيعي مصطفى السني ده مدلك الفريق طبعا طبعا بس هذه الجهاز قائمة جهاز الفني ليد الزمالك كابتن محمد نستعرض مع سادة المشاهدين قائمة رجال ليد الزمالك الخضر عندنا أكرم يسري رقم واحد مازن ريدا رقم ثلاثة محمد رمضان هتلر رقم أربعة محمد بسوني مودي رقم تمانية مصطفى بشير تسعة علي هشام عشرة أحمد مؤمن صفى رقم حداشر هشام السبكي رقم اتناشر أحمد جمال ميدو رقم تمنتاشر محمد علاء لوك رقم عشرين وسام سامي نوار رقم خمسة وعشرين عمر الوكيل بكار رقم واحد وثلاثين ويحيى الدرع تسعة وثلاثين محمد طارق رقم اتنين واربعين سيف الدرع كمسة واربعين حزم ممدوح خمسة وخمسين أحمد لحمر تسعة ستة وستين محمود خليل فلفل رقم اتنين وسبعين وكريم هنداوي تمانية وتمانية طب كبت محمد شايف النهاردة تشكيل النادي الأهلي النادي أهلي ممكن يبتد ازاي من اللاعبين ممكن يبتد بيهم في ظل الغيابات اللي موجودة خاصة هعرف حداك البداية يمكن الأول عشر دقائق في المبراه بتبقى مهمة جدا تفضل لكبت احنا عندنا طبعا المشاطة اللي فاتت كان كابتن طارق كان المفروض بيعتمد على كذا لعيب في الخط الخلفي بالذات يعني كان بيبقى مصطفى خليل في الهجوم عامة هو اللي بيبقى متواجد في التشكيل الأوليني على أساس ان عنده جيابات زي عبد الرحمن فيصل بيبقى في الخط الخلفي باك رايت ولا باك ليفت باك ليفت باك ليفت الناحية التانية عنده محصن رمضان المفروض رقم خمسة المفروض واخد الفترة الأخيرة يعني بيبقى بيقعد وقت كبير في الهجوم وبيعتمد عليه الجهاز الفني عندنا إبراهيم المصري طبعا في الدفاع بيبقى لاعب أساسي ومحوري عندنا هشام الأسيسة ووسامة الجزيري يمكن الخط الخلفي عامة تانية يعني بيبقى متحركين في كذا مركز بيقدر يعتمد على التوديف المناسبة ووسامة الجزيري في فترات بيشارك سنترها بالضبط شفنا ممكن يروح على الطرف شفنا كمان إسلام حسن وإسلام طبعا كان بقاله فترة ما بيشاركش مع الفرقة والحمد لله انتظم في الفترة الأخيرة وطبعا إسلام لعب مهم بالنسبة لقيادة الفريق ويعتبر الليدر بتاع الملعب اللي بيقدر يتحكم في سن المباراة على حسب التوقيت والنتيجة بتاعت المباراة طيب خلينا برضو استعدد محضراتكم يمكن آخر مباراة اللي هي مباراة المباراة لنادي الأهل العباء خلينا نشوف مين من أفضل المسجلين عشان نبقى حطين في دماغنا أو في اعتبارنا مين اللي كان موفق المباراة النهاردة أكيد هيبقى عليه الدفاعية الأكتر يمكن أستاذ النكباتين أحمد يشام سيسا مبارا حط 6 أهداف مهاب سعيد حط 6 محصر رمضان حط 4 أهداف عمر حجاج حط 4 أهداف محمد لشين الصاعد حط 4 أهداف ياسر سيف حط هدفين أحمد عدل هدفين من عديرة مصطفى خليل هدفين زيزو هدفين إسلام حسن هدف وسامة جزيرة هدف أحمد راضي هدف عبد الرحمن حمايد هدف الجميل أن عبد الرحمن حمايد سجل هدف بطول الملعب طيب التصديات المبارئة أو تصديات للعبين كان في عبد الرحمن حمايد 13 تسديدة وعبد الرحمن طه حط 10 أو تصدى العشر يعني كور خلينا أقول لحضراتكم أنه بالشكل اللي احنا شفناه أو بالريكورد ده يعني يمكن يا كابتن واضح أنه هو كابتن امبارح طارق محروس إدى للعيبة أو نقول البنشبلا يارز يمكن إدىهم أكتر امبارح يعني يشوي يعني لما لاقي وسامة جزيرة حطت هدف واحد يعني كده أنه مشاركش كتير لما لاقي إسلام حسن حطت هدف واحد يمشركش كتير لما لاقي محشر رمضان حطت أربع هدف فقط ممكن يكون شارك بس مش بشكل كبير أكتر المشاركات كانت يمكن أحمد الشمسي سلاشين مهاب سعيد أسامي يمكن عشان يوزع الحمل للمبارات النهار تشايف ده صحيح يا كابتن لو حرارك تلاحظ أصلاً مشابدها الأهل الأخيرة كلها كان معظم اللي بيجيبه هدف معظمها هم الوينجات نعم يعني بدل بيكون في كابتن طاري كان بيكون فيه تكاتر مسا من ناحية دفعية في نص المنعب فهو كان لو أنت تلاحظ الفضل الفضل كلها قبل ما كسله بيصاب كسله كل مرش بيجيب بستة وسبعة أهداف هو من الهدفين أصلاً وكمان غير كده كمان أن فوقان محصر رمضان بصراحة الدول الثاني في المجموعة دي كان نهاية جداً كان كل مرش بيضع بستة سبعة تجوان ده برضو ده كان فيه طبعاً موضوع أن أنا أريح لعيبة طبعاً ده وجه نظر بتاعة المدير الفني بحيث أنه عنده مطش مهم النهاردة وبيحدد ما صير أنه هو الدخول للدرور المجمعة كانت بنقطتين ولا بنقطة ونص وده ده كابتن طاري طبعاً أو بقاله فترة مساء ما كسله وصاب وعمر أسامي مصاب فاعتمد على مهاب سعيد اللي هو موليد ألفين واثنين بقول كده كمان هو بيدرب ناس من ألفين واثنين أنت النهاردة كان مفروض في التشكيل ممكن يخش كمان عمر شريف أو يتعلق عمر شريف ده سنتر فرود منتخب ألفين واثنين وبلعب في فريق الشباب ده من عاصر الكويسة وهتبقى مستقبل نادي الأهل إن شاء الله أعتقد أن النهاردة الأهل بدايته بتبقى شوية معروفة بيلعب ممكن يبتدي مثلا في حلس المرمى مع حميد أو طاها أنا الاتنين وصلت فيهم جدا 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 الاتنين محترمين جدا في حلس المرمى وحلس المرمى النهاردة هيبقى عامل مؤثر كبير جدا في ميني وفوس كمان إذن كان في نادي الأهل عبر رحمن طاها أو حميد أو ناحا التانية فلفل أو كريم هنديوي بس أعتقد أن النشكيل النهاردة أعتقد بيكون أساسي بنسبة كبيرة جدا في الوينج ليفت يبقى سيسة الجزيري باك ليفت مصفى خليل هو سنتراف محسن رمضان مهاب سعيد هو الفرو الوينج رايت أحمد عادل بيغير مع المصري في دفاع ده أعتقد تشكيل أمسل ما الذي قاله والذي بقاله فترة جميلة جدا كابتن طاري المعتمد عليه بصفة أساسية طب يعني كابتن محمد برضو يعني كابتن يحي وضح لنا بشكل يعني مفسر أكتر ليه الوينجاد بيحطه لأن يمكن كابتن طاري محروس بيعتمد على اللعب السريع يمكن سنتراف السريع على اللعبة وإذا ما احنا عارفين الموجة يقول للموجة التانية بيعتمد طالما أنا في القيتي شباب ليه ما جريش وليه ما حطش ولكن دايما المباراة الأهلي والزمالك اللي فاتت كابتن كان دايما الزمالك يعني دايما بيعتمد أنه يقلل تمبو المباراة يحاول يخلي المباراة بطيقة بالشكل اللي هو عايز وعشان ما يبقاش فيها جري كتير لأن طبعا فيه فرق أعمار ومتوسط أعمار كبير شايف إزاي يفرد أنا طريقة لعبي في أرض الملعب قدام نادي الزمالك والله يا كابتن عيسم هو المفروض الفترة اللي فاتت من خلال الممباريات الفرق الأهل والزمالك قابلوا فيها بعض يمكن آخر أربع موجهات يمكن بيحصل سيناريو أن الزمالك بيعتمد على الخبرة بتاعة أحمد الأحمر ويحيى الدرع يمكن أقول لك أن الدكة بتاعة الناد الأهلي أو البنش بتاعة فارقة الناد الأهلي عندي غيارات أكتر شوية وجهزات اللعيبة بتبقى أحسن من فريق زمالك شوية لكن هما الاثنين اللعيبة دولة أحمد الأحمر وصف الدرع ويحيى الدرع بيحاولوا بقدر الإمكان أنهما يعملوا على سر المباراة بحيث أنهما ما يستنفذوش القوة بتاعتهم خلال الشوط الأولاني كله بحيث أنهما يبقى الجهزات بتاعته موجودة لحد دقائق من مباراة فهما بينجاحوا أنهما بيتقالوا على الهجمة بتاعتهم بيطولوا الهجمة بتاعتهم على قد ما يقدروا وفي نفس الوقت بيحاول أنهما يستنفذ الفاولات بتحتسب دي أنهما يطول الوقت الهجمة أكثر وقت ممكن هم دلوات اللي بينجاحوا فيه ويلعبوا عليه الفترة خلال مشاركات اللي فاتت فأنا كفرق نادي أهلي مفروض أن أعرف العناصر القوية في فرقة الزمالك إيه وبلعب عليها إزاي ما طبعا أعتقد أنه كابتن طارق أو الجهاز الفني هيعتمد على طريقة 6-0 بالنسبة لطريقة الدفاعية بل 6-0 يا كابتن دي يعني موجة نظر يعني بتدي فرصة للتصويت من بعيد المقابلة بتاعتها على 8-9 متر ممكن نوصل لل 10 متر كمان بحيث أن أحد الخطورة بتاعت اللعيبة المساوبة من برد هو دو موجود في المدارس على مستوى العالم بالضبط فهي العملية أن يبقى فيه توافقات بين اللعيبة حت تسليم وتسلم بالمقابلات السرعة في التغطية بين اللعيبة والتعاون هو اللي يفرد الخطورة بتاعت فرد زمالك عليه نعم كابتال يحي تتفع مع كابتال محمد في 6-0 أو 5-1 أو أي نوع دفاع يعني يمكن النادي زمالك يحي الدرع سواء الأحمر بيعتمد على التصويب ممكن من بعيد فالحقيقة المقابلات يعني 6-0 هل هو نظام دفاعي جيد هل كابتال محمد أنا أقف 6-0 بحيث أنها 6-0 الفراغات وقابل اللي داخل يعني شايف إيه أنسب حاجة بص هو أصلا يعني هي أنجح طريقة أصلا في الدفاع على مستوى العالم دايما بتبقى هي 6-0 بل 6-0 كل واحد على حسب طريقة المدرب اللي مشاربها اللي لعبتوا أصلا إزاي يعني لها كذا طريقة تتلاقي كذا طريقة من قل ناس 6-0 زي زمان زي أريم روسيا مكاي بناس أتعال السوفيدي كل أقل واحد فيهم طولا كان 2-10 فكان بلعبوا 6-0 ماشيين بالعرض دلوقتي 6-0 بالمقابلة وكل خطط دفاعية دلوقتي إزاي الفرود يحجز إزاي بجمع وثبت إزاي بجمع وباصي والحد كلها هو أهم حاجة أن أنا ممكن نعب 6-0 بس أما حاجة وجود يحيى الدرع أو سيف الدرع أو الأحمر أنهم يتقابلوا بره شوية وإن أنا أثبتوا أن أنا أعمل فاول طب ما أنا لو طلعت بره كابت أنا أفكر محادثة أو أطلع بره أو حركة أو أطلع الصغر على الدرع يعني لما أطلع بره لو ما حصل روتيش وترحيل صح معنا بيحصل فراغ في الدائرة طبيعي المفروض أن أنا أصلا لو أنا واحد من الثلاثات بلعب سيد السيف لازم يكون فيه ثلاثات واثلاثات ووينجات فواحد طبيعي أن أنا ما بكون واحد بيطلع قابل أو فيه يكون فيه كنترول بينهم من بعض أو فيه تفاوم بينهم من بعض لازم كل المساحات بدي يعني الكرة في الوينج رايت المساحات بتاعتي غير كلا كمان مفروض أن أنا ما بخليش الفروض أصلا حر أنه يقدر يحجزني دلوقتي بقيت عد الفروض كمان أن أنا بخطوة بحيث أن لو أتبسيط له أصلا إزاي قطع إزاي أما حاجة أن أنا بدل طلعت خدت قرار أن أنا قابل يعني لازم أوقف هو بالنسبة أن أثبت أثبت اللعيب بحيث اللعيب حتى لو يشوت أو يصوب على الجون أصلا ما ياخدش مستريع ما في حد بيقابل غير طبعا لما أنا أدي له مساحة وما أطلعش قابل هي دي الخطورة أن أنا لازم من نوع اللعيبة اللي أنت لازم تلعبه برا قوي قوي وستثبته أنه كمان رجليه سريعة وخطواته سريعة ميزة أنه يتحرك في الهوى كمان هو عنده سبات في الهوى كبير جدا هو ممكن يطلع ويستنى كل فريو ينزل أو المدافع ينزل فهو يشوت فعنده الحتة لي الطبيعي أن أنا كابتن طار دلوقتي المفهود أنه لعب الزبال كذا مرة أنه يعرف أنه يلعبهم إزاي راح الدرع قدام كذا مرة أو الفريتين وصد بعض شايفين بعض فكل أهم حاجة بس أن كل اللعيبة تكون فائقة عندها روح أن هي عايزة المتش وتكسب وده يتفرم معنا كتير قوي يمكن حدك وضحت حتة برضو كابتن يحيا أن الروح تعود غياب أي شيء حتى الخبرة الإصابات فالروح هي ممكن تخلي الأداء في حتة ثانية أنا متصور اللعيبة النهاردة والذين عندك روح أن الخبرات بتاعتك كلاعبة أهلي أقل العمر أصغر شوية فغير كده الروح هي التي تفرج جد أي فريق يلعب من الروح تبقى دوني المشاهدة طب كابتن محمد يمكن محتاجين نحن جبنا مشوار نادي الأهلي تقول الدور دور دور قبل كان فيه مباراة فوق وتحت ولكن الدور ده يمكن مباراة أقوى ست فرقة في الدور فممكن نستعرض مع سادة مشاهدين مشوار النادي الأهلي في التسع الجولات اللي فتفضل الجولة الأولى كان بين الأهلي واسموحها كان مفروض الأهلي كان كسب 36 16 الجولة التانية كانت مع سبورتينج تعادل 26 26 والجولة التالتة كان مع البنك الأهلي قدر يكسب 35 22 الجولة الخمسة كانت مع الزمالك في الجولة الأولى من الدور الأول كان تعادله 29 29 الأهلي واسموحها في الدور الثاني كان فرق واحد للأهلي 23 22 الجولة السبعة كانت مع سبورتينج والأهلي قدر يكسب فرق جنين 37 25 والجولة التامة كانت مع البنك الأهلي كانت قبل طلاق الجيش مطش أول إمبارح كان الأهلي كسب 33 21 كان حوالي 12 جول وإمبارح كان بيلعب مع الجيش قدر يكسب 36 25 وبرضه المباراة ده كان الأهلي كان مفروض ماشي كويس فيها بقدر الإمكان وقدر أنه يجمد فرق الجيش للقوة بتاعتها مع أن فرق الجيش كان المفروض فيها اللعبة الصعدة أجلبيتهم موضين وقدر يزود الفرق من فرق 7 لفرق 11 على مدار آخر 12 دقيقة فكان المفروض فيه فروق في المستويات بين الفرق اللي الأهلي لعبها واللي الزمالك لعبها طبعا كل مطش اللي ظروفه لو إحنا استعرضنا الجولات بتاعت الأهلي مع سموحة مثلا والزمالك مع سموحة هنلاقي فرقة الأهلي كانت مع لعب منها تمال لعيبة بسبب كورونا وصورة ده بالظبط آه كان فرق فدي ممكن خارج الحسابات شوية لأن سموحة ما كانت بتلعف لك لقدرت انت تتجلب على سبورتينج في الجولة الثانية بعد ما تعديلت معهم في إسكندرية 26 26 لقدرت تتجلب عليهم فرق اثنين دي حاجة كويسة طبعا 34 28 قدرت انت تتحقق فرق 11 الجولة الثانية يبقى انت المفروض يعني لأن وضع اي فرقة يتغير من أسبوع لأسبوع والله عندك كسابات وعندك الجهاد طبيعي الحقيقة تقول ان فيه متباين شديد ما بين الدور الاول بس كويس اللي حصل على مدار المباريات اللي فاتت ان قدرت ان على اساس ان ما يخلش مباراة زي الزمالك يشاركوا فيها يبقى خبرات كيف صح كابتن صح طيب احنا برضو عين على الفرق الاخرى فريق السيدات كرة الطائرة فازوا منذ قليل على اصحاب الجياد 3 صفر مبروك وده استكمال لسلسلة انتصارات فريق كرة الطائرة سيدات الاشوات خرصة 25 8 25 8 25 6 على اصحاب الجياد الف مبروك نتمنى التوفيق دائما لفرق النادي الاهلي كابتن يحي اجل مشوار نادي الزمالك خلال هذا الدور يمكن النادي الاهلي تعادل مع مباراته مع الزمالك في الدور الاول 26 26 ولكن كان زيادة عنه تعادل في اسكندريا الملعب دايق وكان مباراة لها ظروفها كابتن يحي استأذن حداك نستعرض مع سادة المشاهدين مشوار نادي الزمالك في هذا الدور تفضل الاهلي الزمالك لعب تسعة مباريات هو عدد المباراة واحدة مع الاهلي 29 29 29 لأول مباراة لعبها الزمالك كان على أرضه كان بلعب البنك الآلف كسب فرق 28 28 20 تاني جولة الزمالك كان كسب سموحها 30 20 28 الزمالك كسب بعد كده جولة الثالثة الجيش 31 30 اللي شوف الجولة الأولى مع الجيش ما شوفش المجموعة الجولة التانية الجولة أولى بتاعت الجيش خلصانة 31 30 فرق يجون الجولة الثانية 44 22 22 ونفس الكرام اللي قاله قبتن محمد فيه تباين كبير ما بين الدول الأول دول ناشي بعد الجولة الرابعة كان زمالك بلعب سبورتن في اسكندرية وكسب 29 26 الجولة الخمسة زمالك معالي طبعا هو المرش الوحيد اللي تعرضوا في جولة الأولى 29 29 جيش زمالك بداية الدول الثاني فلعب اللعب البنك الآلي كسب 39 17 بعد كده كسب سموحة 29 28 المرش اللي كان في اسكندرية وكان سموحة لو كان فيه كمان ديئتين تار كان ممكن يتعدل أو يكسب الجلبة الثاني بقى دي كان الزمالك بصراحة من أول ماتش كان طالع فرق 12 جون 13 جون كسب جيش 24 22 مبارح كسب سبورتن 36 31 إذن ده كان مشوار نادي الزمالك في هذا الدور وخلينا استعرض مع حضراتكم بعض الأرقام نحللها مع ضيوفي يمكن متوسط تهديف النادي الأهلي يمكن ركباتنا حضراتكم سجلوا معي متوسط التهديف للنادي الأهلي 32 هدف 1.1 من 10 ده للمباراة الوحد متوسط تهديف نادي الأهلي 32.1 للمباراة نادي الزمالك 32.7 إذن نادي الزمالك هجومه أفضل قليلا من ده بالأرقام يمكن الدور أرقامها يكون أوضح كتير لأن أقوى ست فرقة في الدور في شكل كبير تبقى بينه شايف الفرق ده 32.1 32.7 نادي الزمالك الفرق قريب أو يعني هجوميا احنا قريبين جدا من بعد هو علشان لست مش معصوب فرق الهداف لغا بلعبوا على النقط مش أكثر من الأهداف يعني بحيث أنهم عارفين أن هيلعبوا لسه دورتين مجمعتين فطبيعة ضغط الدورات أننا مش ناشئين أننا أجيب جوان كتير قوي وكل ماشر يعني بيبقى كل ماشر يزروف ومن تكسب الجيش فرق واحد الدول الأولاني ماشي على ملعبك زبالك كسب الجيش فرق واحد على ملعبه يعني ملعب فرق 22 42 فهو مش مكياس على حسب كمان الحالة النفسية الحالة البدارية اللعيبة كله متواصل يعني ده متواصل هو الفرق مش كبير يعني فرق يعني 6 من 10 ده حاجة أولي لا أصلا يعني ممكن يكون وقت ممكن الفرقة رابط الفوت ممكن تحط 4-5 استجوان فهي بالنسبة لك هي 6 1 من 10 صحيح طب رأي كابتن محمد يعني هل ده مؤشر هو يعتبر الوضع بتاع الفرقتين يعتبر قريب من بعض بحيث ان القوة بتاع الخط الكلفة أو الهجومية بتاع الفرقتين يقريب من بعض جمد ممكن زي ما كابتن يحيق يقول ان ممكن يحصل متوسط التهديف جيع لفرقة عن فرقة بحالة كل مباراة أو على حسب ظروف كل مباراة يعني ممكن مباراة بس نحن بنتكلم في 9 جوالات سابقة بشكل أو باخر بتدي مؤشر يعني احنا ما بنقول ش ان الارقام اكتر مية في المية ولكن بتقول انها بتدي مؤشر فانت هجوميا انت النادي الزمالك هجوميا اعلى بكتير لا الارقام بتقول والدور القبل كده احنا جبنا برضو الارقام ما كانتش بعيدة الفرقتين في ارض الملعب لو شفنا النتائج بتاع الفرقتين نادي الزمالك والنادي الاهلي هتلاقي النسبة دي اختلفت في مطشين أو ثلاث مطشات بالكتير قوي لان هتلاقي في الزمالك واخد مباراة فرق 22 من البنك الاهلي كذبان 22 مباراة تانية مع طلاع الجيش كذبان فرق 22 وكذبان الدور الأولاني هناك فرق واحد مباراة طلاع الجيش اللي حط فيها نادي الزمالك 44 22 دي علت ارقامه يعني نادي الزمالك في العادي ما بيكسب فرق 22 انا بقول لحضرائك النسبة بتحتسب على المعدل التهديفي لكن ممكن بتختلف بين الفرق ومباراة الأخرى طبعا لكن انا مجا قيم الفرق لا عندي قوة هنا وعندي قوة هنا قوة تهديفية للخط الخلفي موجودة هنا الفرق قريبين من بعض في حاجات كتير طب خلينا ناخد مؤشر اخر وهي الدفاع يمكن متوسط التقبال او التهديف فيه نادي نادي الزمالك بيستقبل في المباراة الوحدة متوسط 25.6 من 10 هدف يعني نقول 8 8% تقريبا 8% فرق ما بين الفرقين او فاصل 8 من 10 بالنسبة الفرقين برضو كابتن الدنيا قريبة والدنيا قريبة طبعا بين الاتنين ازي ما قلت من اول برنامج اصلا اول تحليل ان الاتنين اقوى في الاتنين في مصر يعني احترام يعني الشديد الفرق اصلا ازي قال والزمالك في حتة تانية والفرق التانية يجي سبورتنج مثلا ليه الجيش في حتة مثلا لحاجة وبعد كده يجي الفرق التانية في حاجة تانية خالص ان كمان الفرقين دولت بيدمه هو العمود الفقر المنطقة صحيح فطبعا الاكيد طبعا اللي تبقى الحصيات قريبا كان دفاعين او هجومين فطبعا المقرس الحقيقي بالنسبة لهم هو المرشاد اللي قدام حتى قلنا ايه مرشي وزمالك مين يتتكاه المين اللي يكسب نقول المرشي في الملعب زي المرشي اللي فات بالزبط القالي كان راكب طول المباراة ماشي وفي الاخر هو الزمالك حصل تعادل وزي في المرشي كتير برضو اللي قال ببقى لكي بشوت الأول فرق ثلاثة وفرق أربعة وعندما يحصل دروب أو حاجة يعني حتى من اللعبة سعبة الخبرات سعبة معادة كلها هي دي اللي بتفرق بس مرشي زي النهار ده أصلا الفرقتين عايزين ومو مو 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 صعدين ده مو مو لكل واحد مش صعد ومش فرق مع النقاط ولكن هنا أنا هصعد بنص نقطة طبعا الفرقتين أعتقد بنسبة جدا يعني زمالك بلعب سبورت بس عينو على مرش الآلي كان بلعب الجيش وعينو على مرش الزمالك النهار ده طبعا ده أكيد الفرقتين مدربين محترمين لعبها كلها هنا أو هنا محترمين جدا هي في الملعب بيفري كتير قوي أما يكون مثلا عند اللحمر عند الدرة والنحية التانية في نادر الآلي عند إسلام عند الجزيرة عند مصفة خليل عند المصري عند أنا شايف مثلا الجوان المتاعات بتالآل الآلي الآلي الزغارين سن أو كل حاجة إسكان طه 98 أو حميد 2000 بس عندهم خبرات أن أنا دربت الاثنين فعارف هم خبراتهم إيه وعندهم الروح إزاي زي المفروض أن فيه قائد برا الملعب كمدير فني بيبقى قائد جو الملعب أصلا إسكان من نادر إسلام أو الجزيري أو مصطفة خليل فيه نادر زي مالك برضو فيه عناصر الخبرة عناصر الخبرة هي مهمة جدا إزاي هتشتغل جو في الزمان كلها عنده حلول فردية ده بيفر من لعيب للعيب زي ما يكون في لعيب في نادر جزيري مثلا كمحترف تونسي زي إسلام زي زي بصفة خليل لعندهم تركات مؤينة لأنه يتعامل في وقت مؤين لعيب دولي إزاي فضل السواني مؤينة في السلب إزاي إمتى يشوت إمتى يجمع بس إلا أنا عايز الأهلي عشان يكسب لازم طبعا نروح من أول المتش طريقة الدفاع لازم يكون فيها تغبيط جامد جدا إزاي أنا أهمدهم من نحية لأن الخط الخلفي هو الشغل بتاعهم الكامل إسكان سيف الدرة ويحد درة وعنده الأحمر لو أنا هديت وما عايبش وصل الوينجات كلها كتفاء وقوي إصدار سبت كورة ما توصل لش كتير أوي أكسب ولعب على أنهما البدائل عندهم مش كتير وفي بط إسكان عندك هما بيغير وسام وبيدفع واللحمر بيغير أحد كلها إزاي نستغل الحتة دي ولعب على الحتة دي لأن أنا أصرع الملعب ما ينفي أشتغل تكتيج عادي أنا زيت جنين زيت ثلاثة إزاي ألعب عليهم أحفظ عليهم أحفظ عليهم كتير يعني دلوقتي مثلا أنا كسبت أربعة خمسة إزاي أنا أمش بسيستم الطبيعي كل مدرب حاسب أن كل وقت لي ناس إزاي يعمل روتيشن المدربين هنا أو هنا يعمل روتيشن مع اللعيبة إزاي المدرب كويس جدا وكل فريق عنده محل الأداء وشاف فيديوهات ولعب بعض كتير جدا فعند القدرة أنه كل واحد حافظ بس الفروق الفردية بين هنا أو هنا هي اللي تقدر تحيل صحيح طب يعني كابتن محبت هل النسبة التهديفية أو النسبة الدفاع يعني نحن بيتلقى خمار 24 هدف ونص 24 هدف 18 من ناحية الدفاعية أعتقد أن الناحية بتاعت النادي الأهلي يمكن أفضل شوية عن طريق أن إبراهيم المصري كان عامل أساسي في كل المباريات اللي هو كان الأهلي بيلعب فيها يمكن محمد رمضان غاب عن ماتشاط خصوصا هو كان فيه فترة مر بيها بظروف وفاة والده فمشارك فيها لكن عندي لو جيت أقارن ألاقي إبراهيم المصري موجود فرقة الأهلي عندي محمد رمضان موجود فرقة الزمالك اللي يقوم بنفس الدور زائد لكن كابتن الدفاع بيبقى ورعا فرق يعني ماشي فرق طفيف فرق طفيف لكن أنا عندي نفس الكافتين اللي موجودة في الهجوم موجودة برضو في الدفاع لأن عندي عناصر برضو مميزة زي حي الدرع بيدافع عندي واحد زي سيف الدرع بيدافع علي أحمد الأحمر بيدافع في أوقات معينة في المباراة عندي محصر رمضان بيدافع في الفئة اللي بيلعب برضو في نفس المركز اللي بيفرق طبعا في الحاجات دي ثبات التشكيل على مدار المباراة زائد أن لازم يبقى فيه سيناريو للمباراة سواء كنت كذبان أو خسران بيدير العملية أثناء المباراة زي عشان أقدر أحافظ على اللعيبة بتاعتي وأقدر أحافظ على السكور بتاعي من خلال العملية اللي أنا بيدير بها المباراة فلازم يبقى في سكاونتج معمول على المفروض تستفيد بالسيناريو بتاع المباراة بتاعها ويبقى تاخد النهية فبعليش يا كابتي أستاذ حديك لازم أقطعك عشان نطلع لفاصل حالا ونرجع نكمل لقاءنا وستوديو التحليل مباراة القمة كرة اليد الأهل والزمالك ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد بفكر حضراتكم مباراة الأهل والزمالك بل أيضا اللي النهاردة إن شاء الله هيفوز بشكل كبير هيطلع بفارق نص نقطة في الدور اللي بعد كده واللي مش هادر يتفرج على مباراتنا النهاردة على شاشتنا يقدر يتابع على بث مباشر على قناتنا على اليوتيوب وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك يقدر يتابعنا من أي مكان ويشجع فرقته ويقف جنبها ما فيش أي حاجة تمنعك إن شاء الله أنت تساند فريق كابتن يحيا يمكن خلاص لحظات إن شاء الله وهنا أنتقل لأرض الملعب لنقل أحداث المباراة توقعاتك للمباراة هتمشي سرها إزاي هل هتمشي كلوس جيم يعني ويتبادل الفرقين الصعود والهبوط في أثناء المباراة ويتم حسمها في النهاية ولا شايف الماتش ممكن يمشي إزاي هو طبعا دايما مباراة الآلو زمال كلوس جيم أصلا من الفرقتين حتى لو في فرقة 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 2 أو فرقة 3 فرقة أي فرقة منهم تقدر تعود أصلا الخسارة دي ولا حاجة أعتقد برضو هتخلص برضو يعني باخر 5 داي بالضبط باخر 5 داي طب كابتن محمد شايف توقعاتك مباراة زي كابتن يحيا ولا اللي فيه لحدودك رأي هو طبعا الفرقتين عارفين بعض كويس وعارفين مفتاح الفوز بالنسبة مفتاح الفوز الهجومية والدفاعية طبعا فيهم فطبعا أعتقد أن المباراة تمشي على نفس الوتيرة بتاعت المباراة اللي فاتت وهيتم حسمها في آخر 10 دقيقة أو في آخر 7 دقيقة من المباراة النهاردة نادي الأهلي باللعب السريع اللي بيعملوا والاعتماد الكل على اللعب الأسرع أو التيمبو السريع للجيم باعتماد على الشباب أو متوسط العمار الصغير هل نادي الزبالك النهاردة يقدر يوقف ده بأنه ينهي الهجمات بأهداف ولا شايف أنه ممكن حراس المرمى النهاردة يكون لهم رأي آخر في نجل الأهلي طبعا حراس طبعا لهم عبد الكبير جدا خصوصا أن الجنين بتوى الزمالك نوعات منتخب مصر وجنين بتوى الأهلي كانوا نوعات منتخب الشباب فالتنين يعني الكافتين متسويتين بالنسبة للحراس المرمى زائد الوينجات الفاست بريك برضو علي عامل عندنا برضو لعبة سريعة في نجل الأهلي عندنا سيسا وعندنا أحمد زيزو وعندنا مفروض النحية الثانية أقرب يسري ماشي كويس الفترة الأخيرة وفرق كذا مبرار بالنسبة للزمالك ولعب مهاري وعندنا بكار فمعرفش بكار بصراحة أنا شوفت مبارح ما لعبش ما عرفش إذا كان هيشارك النهاردة أو لأ أو عنده إصابة أو لأ بس إن شاء الله الأهلي يبقى الأفضل نهاردة إن شاء الله طيب كابتريح يمكن البداية الهجمة هي الدفاع الجيد يعني أنت مش در تبني هجمة أو هجمة سريعة إلا بدفاع جيد أنت تمنع الهدف وتأخذ الكرة بسرعة وتبتدي هجمتها يمكن حراسة المرمى عليه عامل كبير سننا صغير قال حمايد أو عبد الرحمن حمايد أو عبد الرحمن طه سنهم صغير ولكن عندهم خبرات على سنهم ده خبرات كبيرة شايف حراسة المرمى النهاردة دورها كبير وإن حراسة المرمى قاضين على حسمها أو لا طبعا حراسة المرمى في أي فريق هو عامل مساعد كبير جدا لما يكون نسبته في تصديات عالية جدا كمان بيدي روح للعيبة وبيدي صغر للعيبة الهجمة السريعة أو الرجوم الخاطف زي ما بقوله هو بدايته الجول لو الرجوم بيطلع كرة سريعة وكل واحد اللي عيب ياخده كرة هو بيجر قدام بتفر كتير دي الحتة دي نقطة جيلة مهمة جدا في نادل آلي وهما بيعملوها إذ كان الرجوم بيطلع ممكن إسلام مصافة خارية عندك فوكس عندك راضي عافي حلول مصافة جزيري كل ده بيعمل وأهم حاجة اللي أنا أجري إنهم عندهم كمان تغيرات إذ كان مثلا بيغير محمد طريق في الدفاع مثلا مكان مثلا مودي لو بيلعب سنترهاف أو سفة دير أو أي حاجة يلعب في المدافع إزاي يستغلي ده إزاي يستغلي برضه وخروج وسام في الدفاع واللي أنا أجري عليهم مهم حاجة اللي أنا أجري عليهم مرة واثنين وثلاثة والحد كلها ما نفعش أنا باجي عليهم وخلي الكرة سريعة جدا والرتم التعليق بسريعة ما نفعش خلاص أهد الملعب وغير المصري إن المصري بدافع بنجري به فإزاي أنا وأنا بدافع أجري بالمصري ماشي وسعر ببقى المصري وياسر عندك أسر محمد برضو موارد ألفين دي الصعر السنين النادي أهدي أصلا بدافع دلوقتي جنب يمكن لكابتن دي صورة من أرض الملعب مجمع الدكتور حسن مصطفى والاستعدادات خلاص لحظات وتنطلق المباراة خلاص الفريتين بره أرض الملعب استعدادا لانطلاق المباراة وكانوا الفريتين يعني بيصلوا المغرب مع بعض هو ده يعني الطبيعي اللعيبة كلها زمال في المنتخب المصري وأكيد طبعا نتمنى إن شاء الله المباراة تطليق بكرة اليد المصرية برضو كابتن عندنا عامل مهم النهاردة ألا وهو الدفاع على الدائرة يمكن نادي زمالك بيلجأ لأوقات كتيرة جدا ونزل الكرة على الدائرة خاصة إنه لما بيبقى الدفاع متقدم على يحيى الدرع بيعمل جاب كبيرة بيستغلها ساعات وسام نهار إنه يقدر يسجل أهداف شايف نقدر نوقف ده إزاي لقابر يحيى الدرع ما مهمة باقي اللعبين أنا زي ما قلت أصلا الطبيعي لنبقى بلعب ستة سفر إذا كان هنا أو هنا لازم ستة سفر من مقابلة مش إن أنت عندك المصوبين في الزمالك كويسين إذا كان يحيى الدرع أو سفر الدرع المصوبين خارجين من بره وجنبهم عالي حتى أو عالي شام نصر يعني شام ببص برضو بقىك محترم تصويبه أخوي جدا بس هو بعيد شوية ما بلعبش كتير بنسبة كبيرة جدا إزاي أنا أطلق قابل لازم دي ببقى في اتفاق بين الاتنائج كل واحد من التلاتات اللي هو إذا كان ممكن المصري جنبيه ياسر أو جنبيه جزيري إزاي كان فيه تفاوم بينهم أصلا لازم تسدي ظهري يعني ما يبقاش فيه الطبيعي المساعات يحريس هدف أهم حاجة لنا ما ينفعش إن يسامي نوار يحجزني يسامي نوار بسم الله ما شاء الله الجسم قوي فبيحجز كويس فبيهد الدفاع بتاعه إزاي أنا ما احتكش به كتير ويكون اللعب منبعد شوية عليه بحيث أن أنا ألعب على الكورة يعني لحد بيقابل ويسامي نوار تحت يبقى لازم تعديه تعدي اللعيب ما ينفعش يبقى هو قدامك أو هو محجزك عشان يقدر ياخده كورة صحيح يعني كويس جدا بسنا عايز فايتنج شديد عدايرا يا كابتن يعني عايز حرب ما ينفعش لعيب واحد بس هو اللي يدفع علي لازم على طول يبقى فيه تعاون بين اللعيبة بحيث أنهم يوقفوا الخطورة بتاعت وسامسامي نوار وعلى فكرة أحمد عادل كان عامل أساسي في نتيجة نتيجة المباراة اللي فاتت فكان ليه جلبة برضو في أوقات كتير في المباراة اللي فاتت ومن اللعيبة برضو المهارية كل التوفيق للنادي الأهل المهاردة في المباراة ونتمنى الفوز للنادي الأهل إن شاء الله ويستطيع وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللعبين نطير لأرض الملعب مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر نقل أحداث مقمة كرة الياد الأهل والزمالك ومعلقنا الكابتن مجدي حطب فإلى هناك شكرا معلقنا كابتن مجدي حطب إذن انتهت أحداث الشوت الأول بتقدم نادي زمالك سنة حصر اثنين كابتن نيحيا سبعتاشر اثناشر آسف كابتن حدك شايف في المبرامجت ازاي الدنيا كانت ايه الأمور كانت ويمكن هو ده الفارق اللي حصل في بداية المباراة بداية المباراة سجلت هدف كان فارس بريك وبعد كده جالك برضو فارس بريك تاني كان مهاب ضاع طبعا دي تحس ان هي وقعت الفارق من التركيز طبعا الفارق داخل الجيم مش مركز خالص خالص يعني اللعبة مش مركزة خالص حتى أولا مركزة في التصويب التصويب الخارجي إذن كان محصل رمضان شكرا كابتن طارق غيره ونزل لاشين التصرع غير طبيعي من اللعبة الميس بوس كتير قوي أصلا من اللعبة ورح هذه كلها لازم يهدو شوية اللعبة لازم تهدو شوية طب هلأ كابتن الليل التركيز ولا التوتر في البداية يمكن ده التوتر كانت زيادة هو التوتر هذه عدم تركيز أصلا في الملعب ان احنا كمان مشكلتنا ان اصلا التخلص بتاعنا هو الوحش يعني محسن قبل ما يطلع كان شطلو أربع كور الصدو كريم هنداوي طبعا سدوهم طبعا في تصرف الهجمة من عندنا من ناحية كانت الليفتس كان بداية التشكيل كان منازل طبعا طاها منازل سيسا منازل عمر حجاج منازل مصطفى خليل منازل محسن رمضان وكان مهابو انجرايت وكان أحمد عادل بداية الهجمة أصلا بتاعاتنا كانت بداية الشهود أول كان فيه سرعة وكل حاجة اللي أنا ما نفعش السرعة بتاعتي كان لازم أثبت والهجمة بتاعت تاخد وقتها مشكلتنا اللي احنا الهجمة بتاعتنا بتاخدش وقتها عشان كده حصل تصرع بداية الشهود الأول لدرجة ديئة عشرة ونص كبتن طارق طلب تايم أوت بعدما الاسكور وصل لسبعة اثنين للزمالك فطبعا الاسكور سبعة اثنين ده كتير كبداية أول عشرة ده كتير تركيز في التصويب خالص أما حاجة كمان في النحية الدفاع الدرعة شرط كورتين أو تلت من برد تسعة متر ما كانش فيه مقابلة آه وشاية من عشرة متر وكل حاجة بس لازم يتقابل لهم زي بو احنا بيقابلونا عادي على العشرة عشر متر كنن احنا لازم نعمل بنفس الطريقة وما اللي تين بلعبوا بنفس الطريقة بس الزمالك أعلى شوية عدنا كمان أما يزم تصويب الكورة والحرس وصدها مفيش يعني متابعة للكورة بعد التخليص عشان كده فيه كورة كده لإصاد الكورة وكورة راحت لأحل الأحمر وكده ولفها جابها جون طبعا فيه كمان برضو مهاب في الوينج رايت بدل انت طلعت عشان تدفع على الباك الباك يبقى تلوعك ده بحساب عشان انت بعد كده لازم أثبت المدافع أو المهاجم بحيث انه يوقف الكورة ورجع انت طلوعك ده في كورتين أو تلات كورب الزب خلى بكار بيخش في شرع اللي وحده يبقى طلوعك ده على عشرة متر لازم بحساب لأما عندك بدل انت طالع يبقى لازم عندك الوينج الباك رايت اللي جنبك أصلا هو اللي يعوض مكانك مش مفروض ان اطلع وماقولش الباك رايت اللي جنبي بحيث ان هو ياخد الوينج لو انا طلعت وده سبب ان بكار حط اكتر حط خمس ستة هدافين حط اربعة تجوان بالطريقة دي طرق الوينج عندنا على الباك هم بعملوا ضغط علينا فانا بطبيعي ان انا طالع عشان يدافعهم بمفروض من همو متضربين عليها يبقى انا مفروض انا مهاب سعيد لانا بدل طالع بقى انا لازم اوقف ما استنياش يعني ما روحش على اللعيب اصلا ووقفوش بحيث ان هو انت سبت مكانه فبسط كورة اصلا لبكار نعم كابتن محمد شايف الشوت الاول ازاي وشايف ان ممكن نادي الاهلي عود 17-12 الفارق اللي حصل في شوت الاول ازاي والله البداية اصلا كان فيه يبين عدم تركيز من دعبة النادي الاهلي خصوصا في مقابلة اللعبين بتو الزمالك احنا اتكلمنا قبل المباراة ان الخط الخلفي بتاع زمالك ممثل في يحيى الدرع واحمد الاحمر لازم يتقابله عن طريق الستة صفر ولازم يبقى فيه تعاون بين اللعبين يعني بصراحة من اول المباراة وانا مش شايف فيه تعاون خصوصا مما بين ابراهيم المصري والثلاثة اللي جانبه او اتنين واثنين المفروض يبقى اتنين وثلاثة دولار بيغطى على بعض واثنين وثلاثة الناحية التانية بيغطى مع بعض والتعاون ما بين ثلاثة وثلاثة اللي في النص بيبقى مصمر في المقابلات ان واحد ياخد القرار يطلع يقابل لعيب بدري شوية عشان يحد من الخطورة بتاعته في التصويب او حاجة زي كده انا مش شايف ان فيه تركيز في الحتة دي بالذات الحاجة التانية فيه مقابلة دقة تصويب بتاعة لعبة الاهلي يعني فيه دقة تصويب من احمد من حجاج من اول مباراة من حجاج ومن محسن رمضان سهل مهمة كريم هندوي في التصدي للرميات اللي هي التصويب الخارجي دقة تمرير برضو مش كويسة بين اللاعبين في التركيز في التمرير بين فيه كان خطأ بين هشام سيسا ومهاب برضو يعني لماها بسرعة وعمل فاصل بريك وكانت تمرير صعبة عليه شوية بس جات في العرضة جات في العرضة لا فيه واحدة كان جابها سيسا قابليها بعدها وده ملخص للشوت الاول يعني جاهزناها لحضراتكم من اللي ما شافش الشوت الاول الحاجة التانية يقدر يتابع اهداف الحاجة التانية اللي بينا هو كابتن هيسم النقص العدد يعني انت كان من زمالك مطرود اتنين لعيبة وجابوا فيك جول فكان برضو حتة التمرير من مصطفى خليل يعني في نفس الهجمة وقابليه كان واحدة من احمد رادي كان مفروض يبقى التركيز احسن من كده في التمرير بالذات نعم لو بصلنا في الاجنحة يعني انلاقي الاجنحة بتاع دزمالك جايبة ما شاء الله سكور كويس من السبعتاشر جول مدخرين حوالي بتاع سبعة تجوان دي الاجنحة الاجنحة بس بكار جايب اربعة تجوان واكرم ويسر جايب ثلاثة ولو اتنين من على الدايرة عن طريقه سامسام ينوار وتمانية من الخط الخلف فيما بين يحيى الدرع واحمد الأحمر وسيف الدرع ده محصلة شايف اللادي للي قادر على التعويض اه طبعا هو طبعا المباراة وطبعا مخلصتش شوطينا على الصغرات اللي موجودة ديت وان شاء الله يتلم العملية ان شاء الله خلاص لحظات وتنطلق احداث الفترة التانية او الشوط التاني مباراة الاهل والزمالك انتهت احداث الفترة الاولى سبعتاشر اتناشر كل التوفيق النادي الاهل ان شاء الله رجالتنا قادرين على التعويض والفوز بالمبراء نروح لمعلقنا كابتن مجدي حطب واحداث الشوط التاني فإلى هناك شكرا معلقنا كابتن مجدي حطب اذا انتهت احداث المباراة بتعادل الفرقين الاهل والزمالك 31 نجح النادي الاهل في عشر ده يحول تأخره بفارق سبع اهداف الى الفوز بفارق هدف واستطاع النادي زمالك ان يتعادل في النهاية خلينا روح لأرض الملعب مع زملتنا مريم سميح ولقاءات الملعب اتفضل يا مريم طب هنرجع للمريم لما تبقى جاهزة ان شاء الله طيب خلينا نروح لمرسلنا من أرض الملعب فاروق صلاح ولقاءات مهمة من أرض الملعب اتفضل لفاروق طيب ماشي لما تجهز مرسلنا بلغوني ان شاء الله نروح لأرض الملعب لقاءات مهمة المباراة تقلق منها عدد كبير من اللعيب انا بتكلم عن الروح الروح كتعالية جدا مع امرحان حميد احمد الشام سيسا واسلام حسن عملوا الفارق بروحهم القوية في اخر عشر دقيق كابتن يحي اهلا بيك للمرة التانية اهلا بيك كابتن محمد اهلا بيك كابتن محمد يعني ريمونتادة كنا نتمنى تنتهي بالفوز ولكن طرد اتنين اللعيبة في نهاية المباراة وشك في احد في ضربة الجزاء والطرد ايضا ولكن كان ممكن يبقى للنتيجة شكل اخر والله هو الشوط التاني مختلف تماما على الشوط الاول بالنسبة لفرينادي الاهلي برضو يمكن بدأنا الشوط التاني مش برضو لحالة ما كانتش زي الاخر ربع ساعة كانت نقطة التحول بتاعتنا في الديع عشرين كانت النتيجة 25-24 بدأ التركيز يحل على لعبة الاهلي شوية وبدأت الروح تتزبط والدفاع يتزبط لان الدفاع كان برضو يعتبر ما فيش تعاون زي الشوط الأولاني وكان فيه قدرة هجومية شوية على لعبة الزمالك اللي حل عليهم التعب وكان واضح جدا فقدانهم لبعض فترات المبرار في الحالة البدنية طيب أستاذينا كابتن محمد أنا مضطر قطع حضرتك أنا آسف ونروح لأرض المرأب معنا زملتنا مريم سميح ولقاء مع أحد نجوم الفريق أسامة الجزيرة براحب بك كابتن هيسم وطبعا براحب بديوفك الكرام الكباتن الكبار كباتن السوديو التحليلي كابتن يحي يوسف كابتن محمد عبد الله واحد من أهم من جمه المباراة النهاردة الحقيقة شفنا عمل مباراة كبيرة جدا وقوية جدا كابتن أسامة الجزيرة براحب بك على شاشة قناة نادي الأهلي الحمد لله يمكن المباراة الشوت الأول ما كناش موافقين ولكن الشوت التاني الحمد لله قدرنا نحن نعمل كومباك وتنتهي المباراة بالتعادل رحب بكم ورحب بالناس الموجودين معنا معنا ذاكي كتبه ربي كنا عملنا بداية مواطش معنا مش كويسة منزلناش مراكزين في شوية تسارع في الهجوم وفي معنا ما فيش الدفاع ما كانت مضبط مية بالمية إنه رجوع اللي عملناها في الشوت الثاني ومعنا نفارق ستة هداف نرجعه هذا يدل على الشخصية الاندي العالي نبنيه على الشوت الثاني والموسم إن شاء الله معنا مزال طويل وإن شاء الله مزال الماتشات المهمة إن شاء الله نكونوا مراكزين في الماتشات القادمة إن شاء الله ونبنيه ع الشوت الثاني كما قلت ومعنا إن شخصيا لو نلعب كل ماتش زي شوط ثاني نفوزه على الفرق والكل بفرق غبيل إن شاء الله الجاي خير إن شاء الله كابتن أسامة يمكن تعديلنا في المرحلة الخامسة مع الزمالك وأيضا في المرحلة الأخيرة تعديلنا معاه في النهاردة وكمان في المرحلة الخامسة يمكن لسه قدامنا ست مطشاط علشان نعوض في الدور النهائي الاستعداد للمرحلة اللي جاية إزاي والله مع المباراة الزمالك والأهلي ديما مباراة قمة فارقين معاناة من أقوى الموجودين في إفريقيا أكيد حيكون معاناة مع المباراة حتكون ما فيش فارق كبير معاناة فارق واحد تعادل ثانين ماكسيموم مش نترو مش نكونوا مركزين على الماتشات القادمة بش نعملوا ريكافوري معاناة اللازم كل اللاعب يركز الأهمية معاناة تتركيز برا الملعب أكثر من ملعب لكي نلعبوا ثلاثة مباراة في ثلاثة أيام المجمعة الأولى والمجمعة الثانية إن شاء الله ربي وفقنا إن شاء الله نفوزه بالستة ماتشات إن شاء الله نفرحه جمهوري الأهلي إن شاء الله ونكسبه الدور إن شاء الله كبتو أسامة أخيرا لو في حاجة هنتغاض عنها خلال الفترة المقبلة في المرحلتين المجمعتين في الدور النهائي هيكون إيه علشان ما يتكررش اللي حصل في شوت الأول نهر والله نتفرجوا في المراتش نحاودون المنعمتين نعملوا حسة فيديو وكل لعب نشوف الأخلاط متاعه عشان ما يكررش ولازم نكونوا معاناة أجزاء أكثر ونصبروا على الكورة ما نتسرعوش معاناة الكورة لازم تكون عزيزة ما نتسرعوش ونخشوا في المباراة واحدة واحدة وإن شاء الله يجي خير إن شاء الله ده طبعاً كان حوارنا مع واحد من أهم نجوم لقاء النهاردة طبعاً ديربي الأهلي وزمالك في المرحلة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة في المرحلة التانية بشكركم جداً لعودة لكم مرة أخرى مريم سميح من أرض مرعب بشكرك شكراً جزيراً صدقت يا يعني أسامة جزيري قال يعني كلام كويس قال ولعبنا كل مطش زيما بنلعب الشوت التاني هيبقى هنقدر نكسب كل المباراة وقال إنه دفعنا أكتر ولازم تبقى كرة عزيزة فعلاً يا أسامة يمكن فيه دروس كتيرة هنستفادها من المباراة للنهاردة خلينا نروح لعرض الملعب وزمالنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق اتفضل يا فاروق من جديد دي كل التحية لك كابتن رايسم برحب بيك كابتن رايسم وضيوفك الكرام كابتن محمد عبد الله وكابتن إيحي يوسف وكل اتحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابع شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان الختام قاب التعادل ولكن الروح القتالية الإصرار اللي كان عند لعبة النادي الأهلي انت وصلت في وقت كبير جداً إن الفريق كان ما بينك وما بين النادي الزمالك لتسعة نقاط لكن روح لعبة النادي الأهلي والدور الكبير اللي كان بي الجهاز الفني والكابتن طارق محروس كان هو كلمة السر في هذا اللقاء خلينا رحب بالكابتن طاري كابتن طاري برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي المباراة نتيب بالتعادل ولكن فيه إجابيات كتير جدا في اللقاء النهاردة الروح والإصرار اللي عند اللعيبة أننا ما تزمش وصلت في توقيت من المباراة أن الفرق تسعى على النقاط لكن إصرار لقابة النادي الاهلي وشحصية لقابة النادي الاهلي كانت كلمة السر النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بحية على الناس المحترمة اللي موجودة في الستوديو ضيوف الكابتن هايسم بشكر ربنا على النتيجة بتاعت النهاردة طبعا نتيجة أنا شايف أنها بالنسبة لنا نحن كجاز فني نتيجة كنا متوقعين أن نحن نعمل مكسب النهاردة في اللقاء لكن عدم التركيز في بداية المباراة وخصوصا في الشوت الأول كان بطريقة الأول مرة ألاقي الفرقة بتاعتي بالطريقة دي تلات أربعة لعبة منها في أثناء اللعب في دات المباراة ما يكون خارج الخدمة صعب أوي جدا يمكن خرج الشوت الأولاني بفارق سبعة بدأنا الشوت الثاني عملنا طبعا محاضرة جوة القط اللبس الحمد لله هم استوعبوا الكلام بتاع المحاضرة لكن بدأنا برضا في الشوت الثاني مهزوزين أول خمس دقائق وصل لسكور الفرق التسع عداف وبدأنا نصحح الأوضاع في العمل الدفاعي وربنا قرمنا ودنا وصينا أننا في آخر المباراة كنا كذبانين لولا حالتين الطرد اللي في آخر المباراة بنلعب أربعة لعبة يعني ما وفقناش فيها لكن الحمد لله بنشكر ربنا على الأداء طبعا بشكر لعبة أنها قدرت بالقصار والعزيمة وروح الفانيلة الحمرة بتاعت النادي الأهل أنه يعود للمباراة مرة أخرى لسه عندنا مطشاط كتير لسه عندنا مطشاط بإذن الله نشتغل على أننا نكسبها كلها عشان نكسب الدور بإذن الله كابتن طارق دايما الشوت الثاني شوت المدربين قلت إلي اللعيبة ما بين شوطاء اللقاء الشوت الثاني أداء مختلف تماما خاصة لما كن متأخر قدام الزمالك بسبع نقاط وفريق متوسط عمر لعبة 23 سنة و24 سنة يكون عنده الهدف ده الإصرار فيه دور وإعداد نفسي تم ما بين شوطاء اللقاء هو العداد النفسي دايما عندنا في النادي الأهلي أنه نحن نلعب بروح في نادي الأهلي ما ينفعش أن يبقى منظر النادي الأهلي في الشوت الأول في فرق سبعة دي مش لعبة النادي الأهلي ولا دي شخصية النادي الأهلي ولا دي روح النادي الأهلي طبعا لا أغفى عليك سيارة والناس كلها عارفة أن أنا عندي ثلاث إصابات مهمة جدا فيصل وسامي وكاستيلو فيصل وسامي وكاستيلو مؤثرين على ناحية الرأي التأثير كبير وبانت في مباراة النهاردة ناحية الرأي تقريبا شبه عطلانة ما كانتش موفقة في المباراة خالص نتيجة غياب الاثنين دول لأن الاثنين دول بيقدوا في الأداء الهجومي بيساعدوا للخط الخلفي على العمل وطبعا أثروا عليهم جدا أتمنى من ربنا أنهم يقدروا يلحقونا في الفترة القادمة لأنهم بردك لعبة تؤال فيصل لعب من لعب المصابين كواسين جدا ومدافع كواس جدا وبالتالي طبعا مع الغيابات دي نحن نوصل بالنتيجة دي أنا شاف الحمد لله أن الأولاد يعني في الشوت الثاني رجعوا المباراة الحمد لله رب العالمين واللي جاي أحسن نتمنى بس الناس تدعينا الناس ترجع من الإصابات وهتلاقي أول ما نكتمل هيبقى الشكل أحسن من كده بإذننا كابتن طاري بحبش نتكلم على قرارات تحكمية لكن في بعض القرارات عليها تعقبات على مدار الشوطاء اللقاء كرار كتير جدا كانت يعني في اتجاه تهني مختلف أنا دائما ما بكلمش على حكامه دائما يعني بسيبه حتى أي حكم بعد وأثناء المباراة بكلمه بقوله طب نتفرج على الفيديو بعد المباراة طبعا كان فيه أخطاء حتى رئيس لجنة حكام قاعد برك كابتن عفد بكلمه يعني هو بيقول لي بما معنا كل حاجة واضحة وباين يعني فيه قرارات غريبة نفس اللي بتحسب هنا ما بتحسبش هنا نفس اللي بتحسبش هنا بتحسب هنا يعني هما في التوتل كانوا حكام موفقين النهاردة في المباراة ونتمنى للجميع الخير وأنا ما بحبش أتكلم عن الحكام خالر بحبش تبقى الحكام هي شمعتي مش هادر عقب يعني هعمل ليه عايزة أختم مع حضرتك بالشوت التاني ده هنبنى عليه إزاي الفترة اللي جاية أجمل ختام يعني إن أنا أرجع في هذا اللقاء شوت تاني أبنى عليه الفترة اللي جاية شايف إن أنا أبنى على الشوت التاني دوت خلال الفترة اللي جاية إزاي إحنا بنبدأ شخصية النادي الأهلي في اللعبة الصغيرين بنقول لهم قد النادي الأهلي روح وعزيمة وإصرار النادي الأهلي نادي بطولات لازم تقاتل لآخر دي وإذا اللي حصل في المباراة واللعبة قتلة لآخر دي وإذا اللي هنبنى عليه إن إحنا بنبن جيل وبنحط كل زرعة موجودة في النادي الأهلي من بطولات وإنجازات وشغل وكل حاجة بنحطه جوة اللعبة دي عشان اللعبة دي على المدى البعيد وكل الخبراء وكل اللي مختصين باللعبة كل الناس بتتكلم إن بيعتبرهم بإذن الله من الموسم الجاي النادي الأهلي بهذه المجموعة الشابة الصغيرة هيحصد البطولات لمدة عشر سنين قادمة بإذن الله لعيب عندها إصرار لعيب عندها بنديها خلي بالك إن هو يرجع من تسع أهداف إن يتعادل ويكسب دي خبرة هتدهال وهو في الملعب خبرة عالية جدا وبالتالي هو بيبقى عنده الإصرار إن هو حتى لو خسر قد دي تسع تجوان في كرة الهد كتير قوي قوي فإن هم يرجعوا ليها الحمد لله فضل ربنا بشكرهم على هذا الأداء وهنبني عليه حاجات كتير بإذن الله فترة قادمة وزي ما قلت القبل كده بوعد جمهوري النادي الأهلي السنة دي بإذن الله هنحصل بطولات كتير وبإذن الله يكون الجاي كويس لنا وكويس لجمهوري النادي الأهلي ومرة تانية بشكر لعيبتي لإن هم اللي عملوا كده في المباراة هم اللي رجعوا في المباراة بشكرهم وربنا يكرمنا في اللي جاي بإذن الله شكرا كابتن طارق بالتوفيق إن شاء الله في المرحلة الدارة المجمعة الأولى والدارة المجمعة الثانية بإذن الله بإذن الله وماتش الكاسيوم الخميس الجاي مهم جدا مع سبورتينج في اسكندري ده ماتش مهم وربنا يكرمنا ونكسوا بإذن الله شكرا كابتن عيسى من دا كاللقانة مع كابتن طارق محروس المدير الفني الفريق النادي الأهلي طبعا لو كلمنا النهار ده ورهينا رب الراهن شخصية النادي الأهلي آه إن إحنا تعادلنا وكان يعني أقرب للمباراة في آخر السوان إن إحنا نفوز لكن دايما بنقول هي روح وشخصية النادي الأهلي اللي دايما بالراهن عليها في مختلف كل الألعاب قبل ما أختب معاك كابتن عيسى ما عايز أقولك إن الدورتين الدورة المجمعة الأولى هتقام في صالة الشروع والدورة المجمعة الثانية تقام هنا في صالة حسن مصطفى دي كان كل الكواليس جديد تعود الكلمة لكابتن عيسى من السعيد زماني العزيز فروس الله من أرض الملعب بشكرة شكرا جزيرا يمكن كابتن طريق محروس تتكلم على حجم الاستفادة من هذه المباراة للعيبة الصغرين اللي بيشاركوا وكمان قال إن إحنا كنا نقدر نحق الفوز يعني يا كابتن محمد صحيح يعني أنت النهاردة نادي زمالك فاز عليك فرق سبعة الشوت الأول ونزل الشوت الثاني حط هدفين زيادة تفوز الشوت الثاني فرق خمسة على نادي الزمالك إذن أنت عندك عندك تقدر تكسب وتقدر تدافع أقوى من كده وتفوز بالدولة هو اللي حصل إن كان التركيز بعيد شوية عن لعبة الأهلي من بداية المباراة لحد ما الشوت الأولي خلص كان في حالة لا يرسل لها بالنسبة لللاعبين في الملعب زيد إن التمرير برضو كان فيه دقة وخطأ في التمرير فأما بدأ كل واحد يفكر في الأخطاء بتاعته ما بين الشوتين واللي وصل لهم من الجهاز الفني أكيد عادوا تفكرهم في الأخطاء دي بين حجم مشاركة إسلام حسن أنا رأي إسلام حسن كنقطة التحول مع بداية الشوت الثاني لأن بصراحة إسلام حسن تجري أنه هو لعب تقيل هو قائد في الملعب وليدر للمجموعة بيعرف يحرك اللعبين بيعرف يستفاد من التحرك بتاع كل اللعب بحيث أنه هو يعمل كنترور على الهجمة ما فيش هجمة بتخلص بسهولة فبيقدر يحجم الهجمة بحيث أنه يستفيد منها أكبر وقت ممكن ده اللي احنا كنا بنقوله على لعبة الزمالك قبل بداية المباراة هو قدر يحجم الحية التضييع المس باص اللي كان بيحصل وكور اللي كان فيها عدم تركيز بدأ يترجمها مع اللعبين لأهداف وبدأ يعيد التركيز للعبين التاني نعم أتفق معك تماما كابتن يحيا النهاردة زي ما حدك شايف نقدر يعني الفرق النهاردة بتكسب نادي الزمالك شوت التاني فرق خمسة في الوقت اللي انت متأخر فرق خمسة ووصل لفرق الفرق سبعة الشوت التاني وتماني على ما تذكر يعني احنا عندنا واللعيبة وفرقتنا تقدر تفوش بالدورة بصد حرارك لو ركزت في كلام الكابتن طاري اللي بيقول ان من ثلاث اواربع لعيبة كانوا خارجي الخدمة وده كان موجود من اول مرش تخيل بقى ما يكون لعيب درجة اولى خارج المرش اربعة اكيد لازم يؤثر وده اللي كان عامل دروت بأصلا نشهد الاولاني كله والنص الاولاني من نشهد التاني صحيح التفرق بتاعتنا حصلت في شري التاني في ديئة اعتقد سبعتاشر اما كابتن طاري غير طريق الدفاع من ستة سفر بالمقابلة اللي لعب ساعات كبيرها اعتقدها اثنين واحد وساعات كبيرها بخمسة واحد على الدرع وده كان انجح حاجة بحيث ان الدرع هو الوحيد اللي بدأت مستمرها فبيجمع العيبة فقد عزب وعملت ايزوليشن بالضبط فانت كنت بتطلع عليه بسيسة على ال 12 و 12 متر وده كان كان حاجة مفيدة جدا حتى ما كان بيقل الباكليفت بدرجل ستراف كان لاشين بيطلع على 11 و 12 متر حتى ميجي يعمل خطواته خلاص هو خلص كل اللي عنده بحيث ان هو لازم يباصل مش هيشوت دي طفرة طبعا دي حاجة كويسة ومحاجة اجابية ان انت يكون خسران انت يشوت الاول خسران في فرق 5 17 و 12 بعد كده اول بيئتي بقى 19 نار وحنا بلايدي سادة مش هادين وحدك بتتكلم من كابتن يحي اخر خمس دقائق في المباراة يمكن يعني كانوا ممتعين جدا ومشغالهم والله انا بصنا بتاع بناتفرج على المتش اصلا انا بناتفرج على المتش قلت اهم حاجة في المتش ده كله ان انا اديها 20 اوصل لفرق واحد او فرق اثنين يعني السكول بتاعي من 7 لخمسة اثنين بهيس شغل المدربين اخر عشر دقائق ده او ده شغل المدربين شغل العاية سامح حضرتك او اخر عشر دقائق ده مهم جديد مهمين جديد وحنا فرق اجون وده اللي حصل وده اللي حصل ان اديها اخيت عشرين خمسة وعشرين اربعة وعشرين فانت بعد كده فرق اجون قدر تحول بس دي تحول بيه طبعا كابتن طالي طبعا والجزل معاه اللعيبة الروح اختلفت تماما المصري جنبي ياسر جنبي جزيري جنبي لاشين طبعا اسلام حسن في الحتة الهجومية النهاردة خبرات خبرات السنين بتاعته فرقت معاه انه جنبي جزيري جنبي فوق طبعا بص فيه نقطة مهمة جدا انه كان فيه تلاتة موليد الفين زقانين في الملعب انه انه اديهم السيقة كابتن طالي دوم السيقة سكان لاشين وانجرايد بعد طبعا اصابة مهب سعيد انه نزل فوكس عشان عدم لسه بتقول فوكس خلينا نروح لأرض الملعب وفروس صلاح لسه بتقول لا ماخد من على كلامك كابتن نروح لأرض الملعب ولقاء مع سيف فوكس تفضل يا فروس طبعا مرحب بيك كابتن هيسم كابتن هيسم والكابتن محمد عبد الله طبعا كابتن في الستوديو التحليلي وانحن قبل من الملقاء بيتكلموا على دور فوكس والجميع عشاد بمستوىك النهاردة يا فوكس رحب بيك تحتر كابتن هيسم السعيد كابتن محمد عبد الله كابتن هيح يوسف الكابتن قالوا فحق الكلام كتير كويس الحمد لله طبعا لعبنا ماتش كويس طبعا في الأقو ما كناش حلوين بس طبعا كان عندنا صغف نفسها هنرجع للماتش وكل حاجة لعبنا بنفس الطريقة اللي حنلعب بيها ما تأثرناش بالسكورة أو أي حاجة والحمد لله ربنا كرمنا ورجعنا للماتش تاني وكنا نكسب بس الحمد لله فوكس أهم التعليمات للك كابتن طارق محروس الكلمة معاك أنت بالتحديد لفوكس إيه أهم التعليمات الألهاي لك والأمور اللي دارت مبين شوطان اللقاء لأننا شفنا شوط تاني مغير تماما لشوط اللقاء الأول ما فيش حاجة معينة يعني وكان بيقول يوسع على أدوار عملها في الملعب أو ميجي وقت ينزل عملها وكل واحد يعمل دوره وخلاص وعشان شكلنا يطلع حلو في الملعب ما فيش حاجة معينة يعني الأعداد النفس اللي كان ما بين شوطان اللقاء ندى طالع الشوط الأولاني فرق سبع أنا زي ما قلت لك في الأول يعني ما تقصرناش بالسكور عادي مثلا طبيعا أي فرقة تخسر تكسب فرق سكور طبيعا مثلا توقع تكاثبان تخسر تاني مهم أن تنكمل حد آخر الماتش عندك سكرة أنت هتكسب وخلاص المبارا في بعض التوقيتات وصلت لتسع نقاط فارق ما بين اللقاء والزمالك لعيبة نادي الزمالك بالتعيز في مجموعة من الخبرات ولكن احنا بنبراهن عليكم في غيابات عندنا في إصابات ولكن الرهامنا دايماً بيبقى على قميس النادي الآلي واللعيبة اللي بترتدي خبرات عندهم احنا كمان بردو عندنا خبرات هي لعيبة اللي جابت الماتش وسامة وإسلام وكل اللعيبة يعني فيش حد بس ورجع عيفنا رجع ماتش تاني الحمد لله انت النهارده أكيد يعني مش روض عن التعادل لكن احنا بنقول احنا كنا قارب للمباراة في السنة الأخيرة لكن بنبني على اللي جاي ان شاء الله خلي الفترة القادمة للمباراة السبورتينج انت تفكرين احنا كاسبين يعني فرحانين بالتعادل هو ده مش مكسب على حاجة عادي يعني ولسه عندنا ماتش يوم الخميس سبورتينج في الكاس ده أهم يعني بتولة تانية وبعد دي بقى المجمعتين بتوع الدوري وهم اللي حددوا أول الدوري بتانية الدوري لا انا عايزة افعند النقطة دي بالتحديد نقطة انت بتقول انت تفكرون ان احنا فرحانين بالتعادل لا احنا مش فرحانين بالتعادل احنا كان نفسنا نكسب ونفرح جمهور النادل الالي كويس انك لامس هذا الامر كالعيب بيلعب في النادل الالي لمس هذا الامر ولمس مدى تأثيره عند الجمهور هذه حاجة يعني حاجة معروف طبيعية عشان النادل الاخي طبعا لازم نكسب بس زي ما كنت اقول لك يعني لسه المتشاطة اللي هتحدد البطل الدوري هي اللي هو المجمعتين الجايين يوم 10 11 12 وبعدهم 24 تقريبا وحاجة مش فاكر ده اللي هيحدد بقى بطل الدوري وبطل الكاس بعدين ان شاء الله قبل الدورتين دول توعد الجمهور بايه وتقولوا ايه للجمهور وانتم مستنين من الجمهور ان شاء الله طبعا نوعيدهم بالدوري والكاس ولسه في بطل افريقيا وكذا بتولا ان شاء الله وطبعا هدفنا يعني البطلات كلها ناخد اول ان شاء الله مش مركز تاني انتم محتاجين ايه فوكس من الجمهور محتاجين ايه من الجمهور اكيد طبعا ايه لعب يحتاج ان الجمهور يقف جنب يعني ايه نعمات بس عزيم مساند الجمهور النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله فوكس مشكرك والتوفي ان شاء الله في اللجاء كابتن ايه من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسب السعيد وضيوف الكرام في الروس اللحم الأرض الملعب والذي قام مع سيف هاني فوكس مشكرك شكرا جزيرا يا كابتن يحيا يعني وضع طبيعي لعبة النادي الاهلي مش راضية بالتعادل كانت عايز تكسب وهو ده النادي الاهلي بص اكيد طبعا ان هو مش راضية بالتعادل وان هو اخر ربع ساعة تعب جدا عمل مجهود عالي جدا بدني وزهني وهو ده اللي عمل الفرق بس انا بشيت بصراحة بهم جدا ان انا كنت فاصل المباراة كلها عدم التركيز الشهد الاولاني وكمية الميز اللي حصل فيها والحد كلها الاخطاء الفردية اللي حصلت مع عدم طبعا مع 3-4 خدمة خالص ان هم يرجعوا المباراة دي انا بشيب باللاعبة طبعا كلهم بصراحة بشكرهم طبعا على الاداء الاخر ربع ساعة ان كان فيه دفاع كان فيه حارس وراهم كويس جدا حميد ادى الروح للعيبة طبعا اسلام كقائد في الزمالك اني مفيش تغيرات كتير يعني الدرع تعب جدا سيف الدرع او يحي الدرع تعب جدا طبعا عدم نزول طبعا الاحمر في الشرط التالي خالص بس حصل حاجة ان بشير نزل في الباك رايت خد 3 اهداف عشان كان بيهاجم بال7 وخلي بالا كابتن عايز وقف على دي يعني لما يلجأ مدير فاني نادي الزمالك انه يطلع حدوس المرمى ويلعب ب7 ده بيدل على كوه الدفاع كوه مش قادر يحط اهداف ب6 لعب لا موضوع حصل لان انا انا كابتن طري عمل اخر 15 دقيقة تلعب الدفاع عال او كان بلعب ب6 0 بالمقابلة مكان في في المقابلة في جدية من لعبة يوقف كرة فلجأ انه يطلع لما 3 2 1 على حسب او بيطلع ناحية الليفت كلها او بيطلع على الدرع الكبير او الدرع الزغير فعشان يفصل الملعب عشان يقدر ينزلهم فلازم ينزل يبقى فيه واحد زيادة تحت لعب عشير الجون ونزل كلفوا هدفين كلفوا هدفين والمر مفاضي يعني اصدق اقولك ان في الفترة دي بأكد كلام حدك انه قوة الدفاع اكبرت المدير الفني الاسباني اوليفر روي مدير فني النادي الزمالك انه غير طريقة لعب معتادة يعني النقطة هنا هو الدفاع حتة قوة الدفاع بتاع النادي الاهلي دي حاجة الحاجة التانية انه كان يحاول انه يحافظ على فرق الاهداف كل هجمة بحيث انه يبقى في زيادة عددية كل هجمة انه يحافظ على نفس النتيجة بالضبط فكان بطريقة عكسية لأهلي قطع قرطين فرقت معاه انه دائع الاسكور بقى فرق واحد بدل فرق ثلاث بقى فرق جول وفضلت العملية ماشية او حاسوا ان الروح رجع التاني فاول ما اللذكور قرب فظهر المعدن بتاع نعيبة النادي الاهلي وبدأ التركيز يرجع تاني كأن بادئ المباراة من اول جديد نعم طيب هي يعني اذا ما قال كابتن يحي احنا متفقين كلنا ان الدفاع وحتى اسامة الجزيرة قال كده الدفاع وقال لك الكرة عزيزة الكرة لازم تكون عزيزة اكتر بكده حتى بداية الشور التاني فريق خمسة سبعتش اثناشر لنا اول دقتين بدلا انا مفوض التركيز يزيد ودخل لها دخل كورتين بعد ميز باص الكورتين اطعف عمل الدروب ده ان انا ارجع تاني دي كويسة جدا هو اللي رجع تد او الخط الخلفي لعبة هندبول اسكان جزيرة ما كان موجود مع اسلام مع النزول فوكسة كرة تقيل عيون شوية صحيح معلش على الطرقة تحددك هنروح لأرض الملعب معنا مريم سميح ولقاء مع احد نجوم الفريق الحقيقة اللي بشيت بيه جدا وبعد يزدك مريم باللغي الحقيقة كل الستوديو بيشيت بيه اداء وبروحه احمد هشام سيسا بجد التحية بيك كابتن هيسم وطبعا بديوفك الكرام وكباتن الكبار كابتن يحي يوسف وكابتن محمد عبد الله طبعا زي ما انت قلت معنا واحد من نجوم لقاء اليوم دربي اليوم اكيد احمد هشام سيسا عايز بس اوصلك في الاول كابتن هيسم وكابتن وكابتن محمد بيشيد بادائك بشكل كبير جدا نهار انا واشكر هم جدا جدا دي شاد عتز بيها الحمد الله اللقاء عد على خير يعني كان لقاء صعب جدا كنا شوتا واني كان فيه فرق سبعة ان احنا نعمل نرجع نوصل للتعاد ونفرق فرجون ده كان حاجة صعبة جدا خلاص الصفحة واتقفلت احنا عندها دلوقتي مطش الخميس ان شاء الله في الكاس دي بطولة مهمة جدا في سبورتينج ماينفعش ان احنا نقصر وان شاء الله المجمع اللي جاية نعرف نرد حقينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ريزني لها كابتن احمد يمكن برضو الكباتن الكبار في الاستوديو نهارده تكلموا عن الروح اللي حصلت في الشوت التاني طبعا بعد يعني الشوت الاول ما كنا كان فيه فرق حوالي خمسة ولكن الحمد اللي قدرنا ان احنا نعمل كومباك زي ما انت قلت ولكن الروح هي اللي فرقت بشكل كبير جدا النهارده في اللقاء دي حقيقة احنا بين الشوتين اتكلمنا ان ماتش لسه مكلس خلاص شوت عدى بحلوا مروا هنبدأ صفحة جديدة عندنا شوت مهم ماينفعش ان احنا نخسر فرق كبير وماينفعش ان احنا نخسر اصلا نزلنا وعلى اساس كده ربنا نكرمنا والحمد الله وصلنا للتعادل وفرق نفرجون وجات في اخر اللحظة وصلهم معنا بالتعادل بس ان شاء الله بإذن الله في المجمع نعرف ناخد حققنا بإذن الله يمكن زي ما انت بتقول برضو كابتون احمد النهاردة مكانش نهاية المطاف يعني سواء لقدر لو كنا نخسرنا أو بالتعادل ايضا زي ما خلص اللقاء ان شاء الله لسه فيه ست مطشات تانين هنقابل اكيد الزمالك تاني ولكن يمكن كنا بنتكلم ازاي ممكن انتغاد عن الاخطاء اللي حصلت النهاردة في شوت الاول دي حقيقة احنا ان شاء الله بس نعد يوم الخميس بإذن الله عشان دي بطولة مهمة جدا بطولة الكاس وبعد كده نمسك بقى المجمعة دي لها سكة تانية لها سيناريو تاني مش هينفع ان احنا يحصل زي ما حصل النهاردة الشوت ده ماينفعش انه يحصل تاني لازم نلغي من قموسنا خلص ان احنا تبخسرانين ونرجع اه دي حاجة طبعا قوية جدا لفرقة لها شخصية بس ماينفعش مع فرقة زي المنافس ان انت تبخسران اكتر من خمسة ده بيصعب عليك بيحط عليك لغة طول المتش ان انت تنجع للمتش بس ان شاء الله في المجمعة الاولى والتانية يبلينا رد كبير ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله كابتان احمد على كل كرة سواء حل واو وحش احنا لازم نوري الناس ان احنا قدي مسؤوليت وقدي تشير النادي لالي والحمد لله ربنا قرمنا الحمد لله شكرا كابتان بشكرك نورتنا وشرفتنا ربنا خليك شكرا ده طبعا كان لقاءنا مع واحد من اهم نجوم لقاء النهاردة ديربي الاهلي وزمالك والحمد لله انتهى بالتعادل بشكركم جدا عودة لكم مرة اخرى زمانيتنا من الارض الملعب مريم سميح بشكرك شكرا جزيرا يعني زمان حدقكم شايفين اللعيبة حتى مش راضية عن التعادل وكان نفسهم يكسابوا لانهم تقبوا جدا مع كل السلبات اللي حصلت ولكن قدروا يعملوا كامباك ويرجعوا ويطلعوا فرق هدف لولا يعني عدم التوفيق في النهاية في قرارة او اثنين من الحكام ولكن ان شاء الله لسه عندنا دورتين مجابعتين يقدر نعوض فيهم أعزائي مشاهدي يطلع لفاصل سريع ونجح نكمل كلامنا لسه عندنا كلام كتير عن مباراة القمة ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وبنحب نبارك لمنتخب مصر الناشئين في بطولة البحر اللي قبضت موسط لكرة اليد واللي طلع للمباراة النهائية او صعد المباراة النهائية بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة واحد وعشر تسعتاشر الف مليون مبروك ودائما أبدا كرة اليد عودتنا على الفوز مبروكة كباتي يعني برضو خبر بيسعدنا لمنتخب مصر لكن حاجة كويس طب كابتريح يا ناجل حضرتك احنا النهار ده عشرة ميس باص خمسة في الشوت الأول خمسة في الشوت الثاني عندنا بادستارت ما كناش موفقين والتركيز في بداية المباراة عندنا ثلاثة انفراضات يعني على الأقل ما حتسجلنا هومش بدأنا بشكل أو بآخر كان نوع من أنواع الدفاع ما كانت فيه تركيز ولكن مع كل ده يستطيع النادي الأهلي أنه يعود فرق السبع أهداف ويتفوق فرق أهداف ويحط النادي الزمالك فيه أنه يضطر يسحب حرس مرمى ويدفع بلاعب عشان يهاجم على النادي الأهلي بسبع لعبين عشان يقدر يسجل كل ده يدل قد يفرقاتنا جمدة بص هما حاجتين حصلوا هما اللي غيروا طريقة الدفاع اللي اتغيرت والروح نعم أي رياضة أي أو أي لعبة ما فيهاش الروح أصلا مش هيكسب إنه ما عندوش ما عندوش ما عندوش ما عندوش أنا شهيتعود طبعا أنا ممكن يكون مستوى نهاردة 50% بس الروح اللي عندي عالية قوي النهاردة بطلق بتاعي أنا كلعيب ممكن بشروب كذا مرة بالزبط بس ممكن عوضه بشوية روح بس هو دي النقطة اللي عام يتفرق كبير جدا آخر ربع ساعة أننا الروح في الدفاع إنهما بقى ربهم بعد جدا بقى فيه تخبيط بقى فيه تثبيت بقى فيه حد يقابل حد كلها كمان إن وجود لاشين بيدفع على يحيى الدرع ويعني لاشين لسه طالع من الشباب اللي هو يدافع أوه واتطلت آه مروا راحاته كلها بس إنهو يدافع ويعنده الجرء إنهو يخبط هو راحاته كلها دي كانت مهمة جدا فيه تدفاع كانت مهمة جدا الروح طبعا المصري طبعا وجزيري ولمجموعة الليعبة في نص الملعب كانت مهمة جدا ده ده العمل الفارق طبعا أتمنى أتمنى الفترة الجاية هنعندنا مطش مهم جدا الخمس الجاي كاس مصري دول التمانية سبورت ده مرش مهم جدا جدا ومش هيكون سهل لازم الشغل عليه من دلوقت طبعا مع كابتن طارق ممكن يبقى بكرة يدي راحة فالشغل هيبق عليه إن شاء الله كمان شغل الدلوات المجمعة مختلف تماما غير الدول الدول كل أسبوع ممكن بلعب مرش أو بلعب مرش أو بلعب مرش الدول المجمعة لازم تكون التجهيز بتاعه إن أنا هلعب ثلاث مباريات وربعة ثلاث مباريات كلهم أقوى أربع فرق بس دي ميزة لنا يا كابتن يمكن كابتن محمد برضو شاركنا في الحوار إحنا ميزة لنا في إيه إن إحنا عمرنا داتة وعشرين سنة فنظر نتحمل جهد ثلاث مباريات على التوالي كابتن إحنا كان بيشيل ده الميزة واللي فرق معاك النهاردة أنصر اليقى البدنية لأعمار السينية اللي موجود عندك نعم فهو دوت اللي يقدر يفيدك في الدورات المجمعة واللعيبة تشيلك بسبب عمرك سنة بس يعني كابتن طري كان قال لو عودة المصابين كمان هتبقى هل في حد من المصابين ممكن يكون رجع كابتن يعني كاستيلو فيصل سامي ممكن حد يكون رجع ولا متعرفش أنا معرفش بصراحة الإصابة بتاعت فيصل هو عربهم ممكن يكون كاستيلو كاستيلو ممكن يرجع وممكن فيصل يخش في الموضوع أن فيصل عمل عملية غدروف أصلا عمل غدروف وكان وكاستيلو كانت ضم مبدأ أن هو بس ممكن ما يلحوش مرش الكاسب على الخمس الجيل مش مهم يعني الكاسب هو كاس مهم لا مش قصدي يعني قصدي مش مهم قصدي مرعبش لا أنا قصدي أن هو ياخد وقته بس اللعيبة أنا عايزه أنا عايزه جاهز إن شاء الله أنا عدي مورات الخميس بس أنا عايزه في المعمع بقى وانت بتغير وعايز عدد يكون مطبع يقدر والنحية بتاعت الشمال كانت ناصة جامل الزبط ده أصلي كان لها تأثير كبير أوى وكاستيلو من الناس فعلا بيعتمد عليها في الهجوم الخطر لو حصل النهاردة دروبي برضو أن مهاب يعني أنا طب طلع مهاب من الشباب كمان يعني أنا بلعب تاتا وينجرايب بتوع الاتنين الكبار مثلا كاستيلو وعمر سامي وبلعب مهاب أصلا جايبوا من الشباب والتلاتة دلوقتي مصابين فلازم طبعا نجاهزوا طبعا ده أكيد يعني أتمنى إن شاء الله الفترة الجاية يشارك شور كويس جدا مع الكابتن طارق ويكون عندهم الحافظ إن هم يلعبوا دول المجمع الأولى مهمة جدا لأننا أكسب طبعا لازم أكسب التلات ماتشات ودعم جمع عندنا عندنا ماتش سبورتين والتلات ماتشات اللي جايين مفهوم شهزار لازم مكسب وخلي بالك يا كابتن يعني أنا أتصور إن الحس مش هيكون بين ماتشاتنا المباشر بس يعني أنت عندك ماتشين تانيين في فرقة تخبط في بعضها طبعا انت عندك التلاتي الجيش غالبا هو اللي يسعد ماتش الزمالك مع سبورتين وماتش الأهل مع سبورتين على عامل كبير يمكن يجي بعده في المرتبة التانية يعني يمكن النهاردة لو كنا كسبنا سبورتين هناك بالرغم وكل ماتش ليه ظروفه وكل حاجة أنت مضغوط مع هناك الصالة بصراحة اللعبة فيها صعبة شوية بلعبة فيها صعبة جدا تحس أنت بشواء براحك زي زي في الكرة يقولوا مثلا ملعب تحس أنت مخنوق مفيش مساحة أنت تحس أنت لو جريت هتخبر في الحيط فدي ممكن تكون مدرية انطباعه وكل ماتش أكيد ليه ظروفه بس ومية وتمانين تانيين التركيز بطولة جماعة تعب السنة كلها أنت بدأ من شهر نصف ستة أو سبعة أنت بتخلص في أربعة ولا في خمسة وتعبك كله أكيد 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 إصابات وعدم خروق وكل تركيز لك ولحد كلها مطلوب منك التركيز للفترة الجاية والتركيز مع الجهاز الفاني أنت عايز ودبك هدف لازم تحاوف المنشات الأوليين دي مهمة جدا اللي أنت تخش الدورة التانية كمان مستريح طب كابتن يعني يمكن إحنا هقول بعض الأسامي وحدك قول عايز تضيف عليهم حد يعني أنا شايف النهار ده أكتر لعيبة كاد أداء الحمد الله في الملعب روح وأداء يمكن عبد الرحمن حماية حارس المرمى أحمد يشام سيسا إسلام حسن وأسامة الجزيرة عايز تضيف حد يا كابتن محمد أسامة الجزيرة في الشهود الثاني أسامة أسامة إسلام حسن برضو الشهود الثاني لأنه مشارك في الأول بس أنا بقول المبرأة يعني أفرول أنت عايز تضيف حد على كل اللعبة نجوم طبعا طبعا أحمد عادل بدأ يعدل نفسه في الشهود موقعات يعني كنا محتاجين في نحن وفوكس كمان لما نزل أداء فوكس أداء الدفاعي دفاعي كابتن يحيى أشتري المصري طبعا المصري هو العمود الفقر بتاع الدفاع ممكن وانك فلس ما تحس بدوره قوي أنه مثلا بيدفع بس ولا حاجة بس هو تخيل أنت هو عمود الفقر اللي بيحرك اليمين والشمال يعني هو بيدفع مكان طريق بتنطرق غير طيورة الدفاع مثلا العالي هو تحت سيسة بمعارف فرود إزاي مثلا لو الدرع عادة من سيسة زي هو بيقابل إزاي يقول الباك اللي جنبه ضم شوية اطلع بيفضل بيفضل شغال زي النحر طبعا زي ما نتكلم على إسلام حسن في الهجوم نتكلم عبراهيم المصري في الدفاع صحيح ويعني الراجل قدم مبارا كبيرة جدا وهو يعني واخد عب مجهود رهيب بس برضو يعني اللعيب اللي هم النهاردة ما يكونوا موفقين ده وارد جدا وارد جدا ما يكونوا موفق كل حاجة بس المشكلة في المشارد الجام ده ما ينفعش يبقى بكم ده يبقى ثلاث الاربع يبقى يبقى كتير ومع ذلك عوضنا ومع ذلك طلعنا فرق جون في الاخر واحد اما يكون اتنين زميله هلشلوه اما يكون اربعة بتبقى صعبة جدا انت بتكلم في نص الفريق اللجوم 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 يعني الفريق الاسسية مثلا بتاعتك كانوا كويسين الفترة لهم ما عايش ب انا قلت حماية كويس بس طاها كان مضغوط جدا جدا ان الدفاع بتاعنا مكنتش موفق في شوت الاولاني فلما قدرش اقول ان طاها وحش اصلا اصلا وحش اه وحش من ان ان الدفاع بتاعي كان وحش مكنتش في تركيز من اللجوم توصل يعني حط الهدف بس اختراقات انت بتتكلم في اختراق بلعب بين واحد واثنين دي اختراقات وفي مساحة واسعة مش مسلا مش مزنو ولا حاجة او الوينجي تضغط عليه ولا حيلا ما ضغطش عليه ده هو بيشير التلك كور كانوا هما بلعبوا سبعة او كل حاجة فكان ما ضغط عيلا الفيرو بيحجز رخم اتنين فهو كان بيروح عال جدا بين واحد واثنين فعشان كده كان الكورة بتجي جون مستريح فيه كورة برضو حصلت النيمودي دخلها زي بشير بالزبط اربع كوة واربع من ناحية الليفت بتاعتنا في الدفاع كان لازم سيزة كان يضم شوية او اللي بيلعب وينج ليفت كان لازم يضم شوية بحس ان هو يعني ياخد الباك بس المشكلة ان هما كانوا زيادة علينا فالاسلام هو كان بدافع فرونج لو كان ضم مع الباك ولا هيا كان هيد الأقرى موسيقى تخش مستريح بكل خبرات شوف الحاجة بتقول كابتا من خبرات ولعبات بتعلم منه يمكن احنا حجمنا فرقة الزمالة كابتا هايسن في الشوت التاني ان احنا ما يصوبوش من برة يمكن بدرجة 60% ولو قسمنا السيناريو بتاع الشوت التاني هنلاقي اتقسم على 4 مراحل من الديقة 1 الديقة 6 كانت دسكور فرق 7 صحيح وبعد كده دخلت من الديقة 10 الديقة 15 بقى فرق 4 ومن الديقة 15 للديقة 20 نزله 3 ومن الديقة 20 لـ 30 قربت فرق جلب وبدلت ماشي جلب جل حد من خل استعاد الحياة مبرى جيدة جدا ان شاء الله نتمنى كنتمنى سبورتين كابتن محمد عبدالله بشكرك شكرا جزيلا سعيد بلقاك ودائما في كدمة النادي الاهل في أي وقت طبعا كابتن يوسف المدير الفني عبالك ان شاء الله كابتن ونبرك لك على الدوري واتنورنا هنا من الكاس والدوري بالكاس وإن شاء الله أي بطولة تشارك فيها تفوز بها بنورتين وشارطيها شكرا أعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة النهاردة في سوديو الأبطال بس تبقونا على القاتل النادي الاهلي لا تنحوش بعيد النهاردة لحضراتكم بعد الهوى تبقونا على الشاشة قاتل النادي الاهلي هنألكم فعاليات المؤتمر الصحفي اللي تم النهاردة وحضروا مستر ميسوماني وكابتن الشناوي كابتن الفريق للحديث عندنا الكثير والكثير واشكركم شكرا جزيلا على الحسن المتابعة وإلى لقاء آخر في جولة جديدة مع سوديو الأبطال